ملغي بمسكر منك ماشا ما شاء الله لا إله إلا الله ها سلام عليكم يا سلام يا سلام هذا فاضي يقول خلوني على ضوي ما شاء الله يقول كله كباب بسم الله إحنا ناس طبيعيين إذن هالمرأة الكبيرة هي من شيء له يوديها جو عجيب 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 تعال يا ولد وعن راحة الشمس يا كذب فانزاتي تفضل هيا سريع ما شاء الله شدور شدور العب عاش العود هذي طبعات شنو يا رب كان قاعدتنا يا رب هذي عموري طير فل شهر متروس كلما باضت الملكة زيادة كلما صار لونه والد لم غرز لم يمكن تعلمنا شجون نغرز تستميديك يا داود والله الله أعطيكم الصحة والعافية والله ما شاء الله تبارك الرحمن مطرع اللهم مبارك بالغيب بمسكر الساعة نسسر اللهم مبارك اللهم صيب النافع تبارك الرحمن يمكن صار لها الكويت يومين مطر من قبل امس تغريبا الاربيحة او افتراته امس شوية خف المطر لا يذكر كان الاربيحة وتبارك الرحمن اليوم الخميس من الفير من قبل صلاة الفير تبارك الرحمن والمطر شغال ما وكف والله مبارك والحين الساعة تسعة تسعة وحبسة عسى الله يزيد ويبارك المطر يزيد ويخف ويزيد ويخف المطر علينا الحين ديمة والله مالك الحمد ما في هوا اللي بسرعة يروح او تروح الغيمة فسبحان الله تام الغيمة ظل بالكويت وقعد تحلب اللهم مالك الحمد هنا وريكم الاجواق هذه الاجواق تبارك الرحمن نعمة وخير وبركة اللهم لك الحمد يا رب لك الحمد دعاء في المطر باستجاب يا جماعة اذا طيب المطر لا تنسى الدعاء ادعو باي شي تب حتى لو تني حق اللي تبي رأى ناسك ربحك اهلك عيالك عسى الله يزيد ويبارك وعسى الله ينفع به المطر يا رب وطبعا على الاجواق الزينة هذه ما يبي له كشتة ان شاء الله كشتة المطر هالسنة ومن كشتة اليوم برعاية قماشة من قماشة من قماشة راح اقول لكم ان شاء الله من قماشة بدنا الله عز وجل من شاء الله الكل يستفيد من قماشة اللهم لك الحمد وصلت المكان مطر ديمة مثل ما قلت لكم الله مبارك هدوء ما في صوت ولا شيء اللهم لك الحمد بوريكم المكان الحين دار مدارنا ان شاء الله بوريكم شون فاضي المكان لكن بوريكم شغلة قبل لا انصب المكان او الخيام وكذا قاعدة تتأكد من الجو يعني الهواء اللي علينا هذا دائما نقول والله مثلا تكون عندك مثلا خلفية بنصبة الخيمة بحطة الذرة اي صوب تقعد اي صوب ذري عن الهواء شنو الهواء اللي بييلك بالايام الياية احنا ان شاء الله بذن الله عز و جيلك احنات راح تكون ثلاثة يام اربعة يام ف pivot اطالع الجو والحين الجو عليه تقريبا او الهواء اللي علينا شمال شرقي يعني من شمال شمال شرق شمال شرق بعدين يحول شرق ثالث يوم او رابع يوم اللي هو الشسمة اليوم الاحد يحول تقريبا الهواء الجنوب احنا نسمى يكوه في هذا البرنامج قاعد يطالع الجو واشوف مثلا اول يوم اللي هو الخميس بعدين اللي معه شوف الهواء شمال groot رابع يوم اللي هو يوم الأحد يحول الهواء جنوب فهني أستفيد شنو؟ أستفيد أنه أخلي مثلاً ظهر الخيمة بويه الهواء يعني الهواء أخلي طقل شنو؟ يطق الخيمة من ظهرها وإحنا نقعد بذار الهواء يعني قاعدتنا رح تصير مريحة بذار الهواء يعني الهواء يعني منها الصوب رح أنصب الخيمة بهالطريقة أو الذارة بعد بهالطريقة وراح نقعد الجهة الثانية الجهة اللي مايحوش هاهواء وهكذا الموضوع وايد سهل بس يبيل شوية تفكير علشان أنت تقعد بكيشتيتك مرتاح طبعاً الهواء اللي علىنا الحين لا يذكر لكن خفيف كلش متى نستفيد من الحركات هذه أكثر لما يكون الهواء زيادة لما يكون الهواء شاد دهنية تستفيد من الحركات هذه أكثر طيب يارب علشان الله تضيع السالفة قبل لا أحط لغراض إن شاء الله بوريكم شنو موضوع قماشة موضوع قماشة موضوع سهل وحلو وبإذن الله عز وجل الكل يستفيد قماشة منصة إلكترونية حق المتاجر الإلكترونية راح أوريكم إن شاء الله على الكمبيوتر راح أصور لكم الشاشة وفهمكم شنو موضوع قماشة موقع قماشة عبارة عن منصة متاجر إلكترونية تقدر تأسس موقع مشروعك من خلاله وايد سهل وبسيط وكل شي جاهز وأيضاً موقع قماشة يجمع كل الأشخاص أو التجار اللي يشتركون فيه داخل الموقع الرئيسي يعني أنت عندك موقع خاص فيك برابط خاص فيك زائد موقع قماشة ينزل متجرك داخل الموقع الرئيسي مال متجر قماشة مثل ما نشوفت قدامنا عندنا متجر للعطور مثلاً عندنا متجر الورد عندنا متجر الخيوط وإلى آخرة كل متجر على يمينه راح تلقى زيارة المتجر تدخل عليه وتختار اللي أنت تبه هذا مثال دخلنا على متجر العطور هذا الموقع مال العطور عنده أهوة رابط خاص فيه وعندنا إحنا داخل موقع قماشة رابط علشان ندخل الموقع نفسه مال التاجر وهذا طبعاً دعم من موقع قماشة الرئيسي لكل المشتركين معه طيب من المستفيد من موقع قماشة المستفيد من موقع قماشة هم أصحاب المشاريع اللي يحتاجون متجر إلكتروني لما تقول متجر إلكتروني يعني كنت أنت عندك محل داخل الإنترنت من يدخل الزبون على الرابط اللي أنت ترسل لي على طور رحيلية بضاعتك أو منتجاتك داخل الموقع بصورة مرتبة بتصميم مرتب ويقدر يطلب وهو مرتاح هذه نبذة عن المشاريع أو المتاجر اللي مشاركة في موقع قماشة تبارك الرحمن عسى الله يوفقهم على قولتهم اختاروا المكان الصح علشان يريح راسه وما يدفع فلوس زايدة ولا يدفع بحق ناس يصممون له ولا يدفع حق موقع واشتراك وما دي شنو يدفع مبالغ كبيرة وبالنهاية ياخذ نفس النتيجة اللي موجودة بموقع قماشة بسعر رمزي زايد مميزات كبيرة طيب شنو المشاريع اللي ممكن تستفيد منها وايد مشاريع اي مشروع انت ببالك تبي تسويه تقدر تستفيد من منصة قماشة مثلا اعطيك مثال محل قطع غيار سيارات محل ورد مشروع منزلي كيك حلو اللي هو حياة كيدوية خياط مغسلة كل شيء كل شيء جماعة اي شيء تفكر فيه او اي مشروع ممكن انت تستفيد من الموقع هذا مثلا مثلا احنا دامنا بالبر مثلا تبي تسوي مشروع كاشتات انك تسوي كاشتات حق الناس وكذا تقدر تكون منظم حق الموقع قماشة وتقدر تستفيد وتسوي لك انت موقع خاص فيك ورابط خاص فيك عندك محل تبي موقع وايد سهل انك تشترك معاهم وتسوي لك موقع عندك مشروع منزلي تبي لك موقع مرتب علشان تقدر تتواصل مع زبونك تقدر تضبط لك معاهم موقع ويكون الموضوع سهل بوريكم الباقات لكن قبل ادخل على الباقات لفت انتباهي هنا شيء على ايدك اليسار لو تشوف واتساب وانستغرام واميل وتويتر هذه يا جماعة طرق التواصل مع صاحب موقع قماشة بنفسه الريال كويتي عسى الله يوافقه ومجتهد ووده يفيد الناس كثر ما يقدر طيب ندخل على الباقة الاساسية ناخذ مثال بالباقة الاساسية الباقة الاساسية هنا عندنا قيمتها 25 دينار تندفع مرة واحدة وهذه اللي تحت مميزاتها مميزاتها تبارك الرحمن عندك 13 ميزة طيب نرجع ونشوف مثلا الباقة اللي الاعلى اللي هي الذهبية اللي قيمتها 350 دينار تندفع مرة واحدة بس عندك هنا مميزاتها ياخذون منك فقط 3% من قيمة مبيعاتك يعني ما ياخذون شي زايد طيب عندك هنا صفر عمولة على الكانت والفيزا يعني انت ما رح تدفع قيمة اشتراك او تدفع شيء او رسوم على طريقة الدفع اللي راح تصير طيب هنا عندك رسوم المتجر قلنا 350 دينار تندفع مرة واحدة ولا يوجد اي اشتراك شهري او سنوي راح تاخذ متجر الكتروني وطبعا عندنا وايد تبارك الرحمن مميزات عندنا يمكن هنا 21 ميزة يعني شيء مو بسيط تقدر انت على راحتك تقراها وحدة وحدة عندهم ثلاث انواع لرابط المتجر الخاص فيك منهم نوعين مجاني ونوع عليه اشتراك سنوي وهو اللي يكون عليه اسم الماركة او المشروع الخاص فيك هذا مثال على الروابط اللي موجودة عندهم المثال الاول راح يكون قماشة دوت بوتيك بعدين اسم متجرك اللي بعده هذا هم مجاني يعني الاول مجاني وهذا مجاني راح يكون visit.shop بعدين اسم متجرك اما الثالث هذا اللي عليه اشتراك سنوي راح يكون اسم متجرك فقط بعدين دوت كوم يعني www.mexd.com على طول اي احد يكتب الموقع هذا راح يدخل على موقعك رسمي خيارات وبرمجيات كثيرة تكون داخل المسجر الخاص فيك وتحت تصرفك وهذا كله مدفوع التكاريف اللي انت دافعها بالاساس زائد اذا انت ما تعرف مثلا تستخدم او تعدل البرمجيات هذي اللي انت لك صراحية فيها حطيلك اهو الموقع نفسه حطيلك فيديو باليوتيوب يعلمك شلون انت تستخدم الموقع الخاص فيك والشي وايد سهل وايد جميل وتقدر نسمة اقلت لكم انك تتواصل مع صاحب الموقع نفسه وريال متفهم وعلى طول يتواصل معاك عن طريق مثلا الواتساب او الاتصال وراح حط لكم ان شاء الله كل التفاصيل تحت الفيديو راح تكون ان شاء الله داخل الوصف والموقع ترى يقدر يستفيد منه اي واحد بالخليط يعني انت مثلا القطر السعودية الامارات اعمان تقدر تشترك او تستفيد من الموقع هذا وطبعا احنا نعرف ان اذا الواحد يبي يسوي موقع خاص فيه بنفسه راح يكلفه وايد من تصميم من شركات تصميم من شركة المواقع هذه وايد شغلات راح تكلفك فهذه التكاليف بالنسبة للتكاليف الثانية اللي احنا نعرفها اذا الواحد كان يسوي موقع خاص فيه طبعا يا جماعة انا قاعد اسجل لكم من الكمبيوتر علشان يكون كل شي واضح لكن نفس المسجر الخاص فيك راح يكون شغال على كل الاجهزة الذكية يقول لك تصميم عصري لمسجرك سهل الاستخدام ومتوافق مع جميع الاجهزة الذكية يعني عندك موقع بالكمبيوتر وعندك موقع شغال على التليفونات هذه ميزة وصراحة وايد حلوة اول شي يقول لك امتلك المسجر مدى الحياة امتلك اليوم خذت الموقع خلاص هذا ملكك مدى الحياة وعلى فكرة تقدر بالمستقبل تبيع ممكن يزيد سعره وتبيع ما في اي مشكلة مو هذا الكلام الكلام انت تقدر تغير نشاط الموقع مالك بأي وقت يعني نفرض اليوم انت فتحت محل او موقع قطاع غيار يوم الايام خلاص والله شفت الموضوع مو مناسب لك تبي تغيرها تبي تفتح مطعم عادي تغير نشاط مالك يقول لك بدون اي رسوم اضافية او اشتراك شهري او سنوي والله شغل عقل يا جماعة المميزات داخل موقع قماشة وايد هذه احد المميزات لان احنا اتهمنا صراحة سالفة دفع الفلوس ومن يتحمل العمولة والكينت والفيزا وكذا يقول لك منصة قماشة هي اللي تحمل كل شي ما حد يتحمل غيرها لا المشتري ولا انت يا الباير من اللي يتحمل منصة قماشة يقول لك صفر عمولة على الكينت والفيزا وعلى فكرة تقدر تشتري من برى الكويت هذه بعد ميزة مهمة حل يقول لك لوحة تحكم خاصة فيك عشان تراقب مبيعاتك والتقارير واضافة المنتجات انت تقدر تراقب كل شي تراقب مبيعاتك اسبوعي شهري سنوي مراقبة عمليات السحب وطباعة الفواتير كل شي داخل الموقع تبارك الرحمن مرتب طبعا شي ضروري ان العملاء اللي عندك يقدرون يتوصلون معك سواء عن طريق التلفون او الواتساب او التويتر او الانستغرام او يوتيوب عادي اي شي تحط لهم يقدرون يتوصلون وياك فيه حتى لو تبي تحط لهم دوغل ماب او مكان المحل مالك ما فيه اي مشكلة راح نحط لك داخل موقعك غير هذا فيه وايد مميزات يمكن انا ما افهم فيها يعني انضم اليك يو اس ان يمكن انتوا افهم فيها خاصة الناس اللي تفهم بالبرمجيات والالفترونيات والمواقع وكذا فيه شغلة وايد حلوة ان موقع قماشة فيه عنده امليكيشن او تطبيق داخل التلفونات سواء اندرويد او ايفون فوق هذا متجرك ينزل بتطبيق قماشة بعد شنو تبيع احلى من جدي موقع على التلفون موقع بالكمبيوتر فوق هذا متجرك ينزل بتطبيق قماشة الخاص فيهم فموقع قماشة راح يوفر عليك تكاريف وايد منها بوابة الدف التصميم التجهيز الرابط كل شي هذا راح يوفره لك بالمبلغ اللي انت راح تدفعه كبداية او كاشتراك سنوي بالنهاية تقدر تختار الباقة المناسبة لك وبعدين تشوف القيمة ومميزاتها اخر شي تقدر تشتري الباقة عن طريق الضغط هنا ما تقدر او ما تعرف حق الكمبيوتر تقدر تتواصل ويا صاحب الموقع اللي قتلكم ريال كويتي تقدر تتواصل معه عن طريق الواتساب ريال كويتي عربي وتبارك الرحمن متعاون مع الكل تقدر تتواصل ويا مباشرة وتشرح له شنو اللي انت تحتاجه وهو يمكن في عندك انت مثلا استفسارات خاصة او استفسارات دقيقة يمكن انا ما ذكرتها او يمكن ممذكورة بالموقع تقدر تستفسر من الريال على طول بتتواصل معها عن طريق الواتساب او حتى لو تبتتصل فيه ومنصة قماشة من خدماتها ان التابع وياك العميل اللي انشاره منك او اللي تعامل وياك التابع شاره ما شاره وصله لطلب ولا ما وصله مثلا حط المنتج اللي هو يبيه بالسلة وبس ما شاره ذكره فيه يعني متعاونين وياك ويابون يسوقون لك وفوق هذا يسوقون لك عن طريق الانستغرام الخاص فيهم وفوق هذا تنزل عندهم بالموقع الرئيسي يعني شغل عدل تبارك الرحمن بالنهاية علشان ما اطول عليكم موضوع منصة قماشة اللي يبيه يشترك يا جماعة فيه كود خصم راح ياخذ خصم عشرة بالمئة وراح يكون الكود موجوده هني باكتب لكم اياه زاعد راح نزل لكم اياه بالوسط تحت وبحط لكم الروابط ان شاء الله كلها الخاصة بالمنصة اللي هي منصة قماشة زاعد رقم التواصل مع صاحب منصة قماشة وعسى الله يوفقكم يا رب وعسى الله يوفق كل واحد بمشروعه شي جميل ان الواحد يبدي مشروعه بنفسه لكن يلقاله على قولتهم شي جاهز وشي سهل انه يسوي لموقع تدرون ان اليوم يعني اكثر التسويق صار او اقوى تسويق صار عن طريق التسويق الالكتروني فمنصة قماشة سهلت عليك الموضوع باسعار حلوة وعسى الله يوفقكم يا رب وياهم خلا وريكم المكان اللهم مبارك ترى هذا المكان نفسك شتنا في ستنا اللي فاتت كشتهت المطر كانت هنا خيامنا كانت تذكرون وكان هذا المكان تبارك الرحمن كل ماي ومطر اللهم مبارك الحين راح انزل اللي اقدر عليه من الاغراض ان شاء الله وحاول ارتب قبل ايون الشباب لانه بإذن الله عز و جل الوالد راح يجي ووياه بنبارك سويلم راح نشوف ان شاء الله ونتعرف عليه بنبارك سويلم تبارك الرحمن شاعر راح نتعرف عليه ان شاء الله وياكم قاعدة نزل الخيامة العودة تبارك الرحمن هذه الخيمة اللي شفتوها بالكشته اللي فاتت هاد الخيمة حجمها وينها ثلاثة في ستة تبارك الرحمن من شركة زهابي هني بلكويت ما شاء الله ذاổي يوم صبناها بالهواء كانت ممتازة فالحين إن شاء الله هذي كيش تتمطر ما شاء الله تبارك الرحمن يا الله بسم الله الخيمة طبعا تبارك الرحمن واحدة كبيرة فمستحيل أقدر أرفعها بروحي نهائيا يعني حين نزلتها بالسيارة بالغصب لكن أقدر أصاعدها السيارة لا والله ما أقدر طبعا هذي تف طبعا الخيمة رح نصبها إن شاء الله بها الطريقة أنا بس ما قلت لكم علشان يكون الهواء بظهر الخيمة وإن شاء الله اللي شراء يفتح بالجهة هذه إن شاء الله يا رب الكيستة هذه رح تكون ممتعة بإبن الله بسم الله فرجت الخيمة بالكامل ودقيت الأوتاد بالزوايا زائد اثنين بالنص هذا واحد وهذا واحد والزوايا طبعا كل زاوية فيها وتد هذه الأوتاد طبعا بس اللي تحت الخيمة تقدر بعد تمد أوتاد إذا كان فيه هوا مع أحبال وتشطن الخيمة عادل لكن الحين إن شاء الله ما نحتاج هوانا خفيف ما يذكر هذه المكينة رح تتفخ إن شاء الله الخيمة ثبتتها 100% هذه المكينة طبعا نشتغل على 220 فولت اللي هو كهربة البيت أو 240 مديت لها طبعا أنا عندي محول محول من 12 فولت إلى مكينة البيت اللي هي 240 وماد لها نقطة هني بالبورد شغلت السويتي بس خلي شغل السيارة علشان شنو علشان سلمك والله شغل محول بسم الله نروح نشغل منه نشغل وكينة الهواء بسم الله ندق على محمد البراية الشباب قاعد يدقون عليه وأنا ما أدري عن التليفون أنا حاطة اسم عرفلين هذا نمط الطيران سلام عليكم سلام عليكم يعطيك العافية ياخوي سلامات سلامات الله يسلمك ماكو شي والله ناسي التليفون حاطة نمط الطيران وناسي شوف الجو أخوي محمد وياي ولا ما تشوف الجو يعجز لساني عن وصفه اللهم لك الحمد بليف مي بليف مي بليف مي يلا دعا شو هذا البرنامج ما في هوا هوا زين ما شاء الله هوا خفيف لا يذكر اللهم لك الحمد بليف مي بليف مي بليف يلا تعال تعال قاعد أدفخ الخيمة يلا يلا حينانا طالع من الجميع سيد خمس ساعة شتيز زين لا هذا خمس ساعة شتيز ستوزع المخيمات اللي دار مدارنا وايد ما شاء الله طبعا شوية انت لو تساعدها علشان تتسنع يلا جومي 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 من النوم يلا علشان يتوزع الهوا بعسرة عود اسبوعين ما قمتي يلا بسم الله لا تتعب بالنصب ولا شي مرتاح وها خيمة انت قاعد تتكلم عن تبارك رحمن ستة متر في ثلاثة متر اللهم بارك يلا قومي 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 شدي حيلتش شدي خيمة ثلاثة بستة تبارك رحمن شديد النصب بسهولة اللهم بارك الحمد الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله بس خالصين شكتر خدت وقت ولا ما ادري ما احسب صراحة لاني مو ما اخذ الموضوع سباق يمكن عشر رقائق اكتر اقل ما ادري هذه الخيمة تبارك الرحمن نصبتها وفرشت الزولية اللهم بارك الحين نس ما قلت لكم الهاويان من هالصوب وتشدي طريقة نصبة الخيمة فهالصوب راح اصير القاعدة كلها هذرة ان شاء الله الحين انا محتار وين اخلي السيارة انا من الناس اللي ما احب اخلي سيارتي لازقه فيني لكن المشكلة وين مشكلة ان السيارة خلاص صارت خدمات كلها فيها مطبخ والاشياء هذي كلها فيها والليتات فضروري تكون قريبة من السيارة ودي خلي السيارة بيننا وبين الطعس ودي خلي السيارة هالصوب اذا خليتها هالصوب راح تسكر شوية علىنا المنظر واذا خليتها صوب الطعس راح تسكر شوية عن الطعس لكن بخليها صوب الطعس احسن من انه تحجب المنظر اللي جدامنا هذا تبارك الرحمن لان احنا ليقيانا البر ودنا بشراحة ودك عينك على قولة ما توقف تشوف كثرة ما تقدر حلب ابوي حبيبي والله ابوي يحب البر يستانس على البر هذاك منبارك ابوي كنا بيغرز ابوي كنا بيغرز عاش بفاهد ما شاء الله عادي اذا غرزت انطلعك سهلة سوي نفس وليد ما شاء الله ما شاء الله هلا 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 وغلا هلا عمي سلام عليكم الحمد الله على السلامة عم ام ام تحب الكعبة شوانك الله يعابي شوانكم ما شاء الله يبارك فيك حي اياك حي اياك الله يبارك فيك اصفط على المروح انا اصفط لك اياكم السلام على حبيبي شوانك طيب ان شاء الله ها درب ولا مدرب حلو بس هنا يضيع عشان لوكيشن عشان لوكيشن ما يشتغل بالبريه بس سهم شي الشراحة شلونها الحمد لله الحمد لله ماك واحد خروفنا بسكين شوان خروفنا مو برد عليه لا لا مو برد خلو سنسلم عليه لحظة نقوم بالواجب بس ها السلام عليكم باع ماكو باع قال باع لين قال بس صباح الخير شوان مطروا اياك ستين باتر ان شاء الله يا هلاو يا مرحبا والحق يرجع ورد يرجع ما شاء الله دير بالك الله يحفظك يا ايب الله يحفظك بسم الله مستانس ابوي اللهم لك الحد سيدوم يا رب مستانس يالا الحقيقة نرتب شغلنا نضبط اغراضنا اول شي سوي لهم ان شاء الله الشاي والقهوة تريقون يريحون بعدين يصير خير يالا ديبان يا ديبان يا هلب ديبان يا هل يا مازم ديبان يا ديبان هايقول ما شاء الله تبارك الرحمن الحمدل على السلام الجبري وصل الحمدل الجبري كلها جمس الله مبارك جمس 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 تبارك الرحمن هايش دي غمارتين غمارة ونص غمارة غمارتين انا كمام هاي شاء الله شا تقول يا باب الجيمس اش رايك باستعمال الجيمس ايه مبارك س ايه مبارك س ايه مبارك س اشلون الاستعمال مية مية ماي شاء الله تبارك الرحمن اللهم اوالك هذا ما اللحبال ترى بصرفة ما ندري لو تدري اللحبال يستمش تزوي فيه ما شاء الله يا رجال مكينة بدل همكينة هذا اول شي تسوي شاي قهوة ترتاح سلام كله هلأ هلأ بالغالين يا هلأ ويا مرحبه بالعافية بالعافية شو الاجواء شو الاجواء ما شاء الله رومانتي فيها مبارك الاجواء يبيلها بيتين والله تبي بيتين ضد الاجواء بيتين بحرية ايه انا رجال بحري بر بعرف ترى بنسمع اليوم ان شاء الله بإذن الله حضرك الخير الله يبارك فيك ان شاء الله تبارك الرحمن الجو اليوم خيال خيال اللهم ابارك وقف المطر هوا ما ينذكر هوا خفيف كلش تبارك الرحمن وشوفت عنكم المنظر لا إله إلا الله يا السلام يا السلام يا السلام يا حوريحتها أفوه عليك كيب لك السيرفس عمي أفوه عليك بيليك السيرفس ليه عندك شوف شوف هذا الأريل ما قده الحين بحط الواي فاي فوق إن شاء الله أفوه عليك أهمشي الوناسي عمي نقصت ايه والله وما تنقطع عن الديرة لا تحاتي ما تنقطع عن الديرة أنا انا ما طلعت من هلا ما بيها كفو والله تعجبني ايه والله تباك الله سمي الله ايكالعافية هلا أبو سليمان يا هلة يا هلة يا هلة حمد الله على السلامة الله أعز تلك المكان نفس المكاننا العام بس شوية تبطع يستغير الله من دمنا تشيارة وستغير ما شاء الله أبشرك طوي عمرك شو الحال? هلأ 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 هلأ. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام يا مظافة يا سلام. كواهم الله. ما شاء الله. ما شاء الله. صلى الله نتوى الظهر. واللهم لك الحمد. صار شوي هوى علينا. حطينا الذرة. عشان الذرة علينا. ولمور طيبة. سهلات. اي والله سهلات. الحمد لله. الحمد لله. موجود. موجود. الحين يبليك تشتفى لك. قال ماء الخروف قال. قال ماء. قال ما. قاعد تاكل بالحوض وسكينة بالخبز. بس الحين. الحين نعطي الخروف ماء. مدام يقول ماء. خلنعطي ماء. ان شاء الله يجيرك ربك. الحمد لله. هذه خيمتي حق النوم نصبتها. والشباب نصبوا خيامهم حق النوم. وتبارك الرحمن. خيمتي راهية. فان شاء الله اتوقع راح ننام اكثر من واحد فيها. وهذه الخيمة الكبيرة طبعا حق قعدتنا. اللهم مبارك. اللهم مبارك. الجو تبارك الرحمن خيال. عسان الله لا يغير علينا الا للأفضل. حطيت الواي فاي. رفعته فوق علشان السيرفز والانترنت والشباب اللي بيتواصلان ويأي احد يكون عندهم انترنت. وعليهم بالعافية. عندي هذيلة الاسمدارات. هذا فاضي. مخلص. فان شاء الله راح اعبيه. وبوريكم ان شاء الله طريقة التعبئة. وايد سهلة. وايد مفيدة. راح تفيد الكل ان شاء الله. يجي متر ان شاء الله. قواكم الله. قواكم الله. اللي اعطيك العافية بمبارك. مرحبا هلا والله. اشرح لي شعورك ببيت ونصف. شعوري ذو الليلة غريب. الله اكبر. يا احلى جو. بس لو فيه سيفة قريبة. الله اكبر. ايه تموت على سيفة. يقول خلوني على ضوي. اسوي ما اسوي. ما لي بنقل الطير جوي. ما هو جوي. الله اكبر. جوي يا احمد غير. اذا حدقت عصير. تشوف شي يصير. اصيد انا منوي. ما شاء الله. اقرأ الى جعود. عندي سهود مهود. بيديني المقروض يجيك متلوي. ومزهب الركة. وصلاقة من حكة. ما منها فكة. في شبده تشوي. وتوقيته الغاية لرشة الماية. ركزت العصاية. وعودت الله. ما شاء الله. ما شاء الله صح لسانك. صح لسانك. ايه كف. 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 بس. هذي مضلحنا. حياها الله المطر. الله يزيل يبارك. يوالله. كافي اتوقع ايب. والله يمكن نحتاجه هنا على جنب. ما شاء الله يا المطر. ما شاء الله. الله يزيل يبارك يوالله. بارك وناصر. هلأ 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 يلا. صورة. وهين يانا موجود. ان شاء الله. هلأ بالشباب. ايها ايها شباب. ايها ايها. يا هنال المطر ايها هذا المطر ايها. رحمنت عجل ينام. ما شاء الله. هنا رحمنة صح صح. يلا يسرع يسرع حمود. ما يحتاج. حمود وحامد ويبعض. ايه روح صح صح روح. امية بالامية ما شاء الله. كفوا. بس صح شغلكم. الثاني الثاني هني. ايه كفوا كفوا. طاولوهم طاولوهم طاولوهم. ما شاء الله يا ان المطر كبارك الرحمن. ريع بريع. شان يا البريع. ما شاء الله يا ان المطر فجأة مارك الرحمن. يلا 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 يلا. اوه غارق غارق الكروك. روح اسحب 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 اسحب. حطوا بالكم. اه محط تعور. لا تحاتي لا تحاتي الامور طيبة. بس الحزام عالق الحزام عالق. ايه. ايه يا حلى لابو مسعد. الله اه. سارف لي هذا سوري. اللي هو حقه مالقراج. ايه. قطها لا تلهم لا تلهم. قطها داخل. ابلال ابلال. ايه بلى. يقول حق هذا. اوه شو الله. اش داخل اش داخل اش داخل عادي طالي. كالهم سوف تأتي بالحليب. دعش دواني إنته. ديال داخل داخل داخل. مساء الله. اللهم بارك. يا ها. هاه. تريعي. ما شالله. ما شالله. اللهم صيف النافع. اللهم ي 먹어�. مثل هذه الناسه. هذه الناسه. ماهي المطر؟ ماهي المطر؟ هنا نية الطال عمرك هني يجب لنا شيء عشان نشرب الماء هذا ونطبخ في بات شباب جاموا يأخذون الماء المطر جاموا يعبون بخار أكل بسم الله بسم الله بالعافية يا السلام بالعافية بالعافية أحلى سكانه من أحلى ومفهد بالعافية يا رب يا رب يا رب طيب للطيبين يا سلام عليكم بالعافية عليكم بالعافية ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك يا سلام يا رب 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 سنشوف جندرنا فوالا بعد جندرنا هي جندرنا هي عب عب خوي عب ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم بارك اللهم بارك الجو والله لو أقول كلمة الجو مليون مرة اعذروني خيالي علينا مطر تبارك الرحمن ديمة قبل شوي شد علينا المطر نحن زاد الهواء شوي بعد لكن اللهم بارك شراحة صدر خيالية يا رب لك الحمد ورنا البرودي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم صيب النافع احنا وقف عندنا المطر من يا حامد ووقف المطر ما تجيستال فادي ها لا لا حكت على المطر اسف عفوا عفوا بالغلط بالغلط اغلط انا غلط وايد يا تغلط تغلط تغلطان صح؟ صح نعم احمد غلطان يسموني عليكم السلام ارطال الله اوه الشمس هادي طلعت الشمس يا هلا شمس الشموسة فيصل خلايفة ابو غازي من زمان ما شفناه سجلة سجلة غياب سجلة ايو الله من زمان عنا اخبارك يا هلا وغلط يا هلا وغلط يا هلا وغلط تغيير شوية يا هلا وغلط ما فيه تس لا انتم شاهلين ها كاهو تس موجود بس خالصي ها كاهو تس موجود صح صح ومبارك كم لغة عندك ما شاء الله حتى واحدين بعد اثنين ما شاء الله تبارك الرحمن الانجليزية والفرنسية والهندية والفارسية الإيرانية اللهم أبارك بس بالرياضيات صفر ليش؟ رحان الله هلا أبغازي شو الأجواب أبغازي تكفى يا عجز لساني ايو الله توني بقولها يا عجز لساني ايو الله الله ملك الحمد هلا طالع منوصل طالع منوصل هلا بالعود ان شاء الله شو الأجواب متواعد ويانا من الصف نطلع انا وياه اثنين نصف تبا يوصل شم الساحل عشان نوصل طالع الساحل خمس اللح ها بخير ها بخير شو الأجواب شو الأجواب شو الأجواب شو الأجواب واليدان واليدان شو الأجواب 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 أنا شهر واحد هنا وإنه شهر عشر تسعة أخي وليد، الوعد نطلعنا إليك الصبح قدر الله، طول طالب أخي وليد، الساعة أربعة ونصف للتوثيق هذه ما يصير؟ شوف، ما أبي أسوي لك نفس المرة طافة، إذا أريد أن نغرز وقلص وكذا بالعكس، كان سوينا عكشة لشان أنا راحة، بدون مشاكل ما غرزت أخي وليد؟ لا، ما غرز، أكيد طيحة، لا والله، مصورها ومسحت الفيديو، ظهري طيق والله سلامات، سلامات صاعت الطيحة، ما أدري شين رجل أدامي، ما أشوف؟ طبعا الميتين، ما أشوف أي بتدري، طويل أنا فما وعيت إلا ظهري طيق، طيق قبل الطيحة بالغلط، بالغلط لا لا، ما وقفت، يت على طول هني يا السلام، يا السلام المنظر يشوق والله، يواعي؟ والله يواعي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله رجل وراء دامس حيّ على الخلاة 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 المفروض تصعد المسرح بعد الأذان حيّ على الخلاة حيّ على الخلاة أقول الله يذكر رب الخير فتحي كميل، أبو فيصل سنة ثلاثة وثمانين راوّق دفاع الكويت وقطها فوق طرابلسي وقطها فوق طرابلسي وقال فكّر كان المعلّق صادق بادر يقول فكّر 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 فأنا قلت قصيدة في الصبيطي قلت صرتنا والصبيطي مثل فتحي كميل يوم راوّق دفاع الكويت بحرفنا أتعب القلب هالمقروض حطّن وشيل ساعة هفرح لشوفه وساعتين العنات طاح في واحد يصبر وباله طويل لين خليت الأقرع يعرف من أنا؟ بعد حيله وأنا ما بادي بي أي حيل لين الأقرع من الوينات يومه دنى لا خبط فوق ضيح الماء يشفي الغليل بعد طول المكابد والسهر والعنى أشهد أن الصبيطي بالمشاهد بخي عندها الصبر عادة حيث يومه سنة وأنا على ما قلت عندي دليل حيث لي موتر غير الصدى ما جنى وسلامتكم مبارك شنو قصتك والصبيطي والحداقة صبيطي طول الله أمرك أنا بديت فيه سنة من ثنين وسبعين يومه مرنا خمسة ستاعة ستاعة سنة وقبلها كان بيتنا بالفيحي القريب عند البحر وعشاكة البحر أنا بحب البحر غاوي مظالي بهالغرام سنيب هذه القصيدة اللي كانوا من المشورة اللي يقول فيها على سيفة المنقف حذفته خيطي الخمسين صغير البلد والميدار عطيته حاصل وركه وزبوت انكسرته حي بجيم فيه هالمسكين أبي صيد الشعم الأزرق نجود فيه ما فكه على وقت الثبر يلفي يجيك اثنين ويا اثنين لصرت مضبط الميدار وصرت مضبط الشكة أنا بحب البحر غاوي مظالي بهالغرام سنيب من يوم اني صغير السنة محارب لعبة السكة أحب ريح الزفر عندي ريحة الياسمي وإذا دوق هوا الساحل كل موضوع أنا السكة أحب البلد والميدار والمقراضة والستشين وأحب صلاخة للميد بس ستشين من حكة ومهما حاولوا يدقون في نعش الغرام السفين غرام شامخا حتى صاروخ سكود لا يدكه وساءه يضرب صبيطي وساءه يضرب صبيطي بشوفه تستقر العين عليها فرح كما الحجاج إلى زاورة ومكة ولنشمي طلب خدمه أفز واقف على الرجلين لهرخص كل ما أملك وبيه ما يختلف شكه وسلامتكم صحيح مخالك موني بمبارك مخالك المفروض نحط لك خيط مخالك أنا زفري أنا اسكت بحري ألبر ما أعرف لكم شون يا هلم الشباب يا هلم الشباب ولعي يبلك ولعي يبلك ولعي ولعي يبلك ولعي بحر إلا إذا تروح معنا البر خباري هنا خباري العوازن كانوا يركبوني بجيب السفاري أنا ولا رايحوا معهم مجاملة هم عيال عمي ومجاملة وركبتنا بجيب السفاري جدامي وكر مال طير ووراي تانكي مال بنزين ما قلت لهم أنا قلت؟ قلت تحشروني في وسط جيب السفاري خلفي تانك وقدم حيني ووكر طير قصد ربعي كشتين يما الخباري يلا انك تكتب اللي فيه خير هم ربعي هم ربعي شوفهم جرة حباري ولنا يا أخوك شفي شكل غير شف قلبي أقرع بليلة الغداري خابره قلبي من يوم مني صغير فوق حد خابره للخيطة باري مع صلاة الحب صبح ولا في عصير أتمشى يستر العورة وزاري أتمشى فوقه وشني أمير قالوا ما فيك فايدة خلاص نروح وياك قلت أنا مجبور قاعد نروح وياكم أنا قاعد معكم يعني صراحة صارت لي مواقف كثيرة اروح وياهم وشني خيال مآته صنم بس اقفض المدة والله اني اقول اليوم اللي احنا بروح ثلاثة باقي الاربع والخميس ثاني يوم اقول الاربع اقول لا باقي الخميس ولا جاي اجي تلبيت يلا همشوا البحر راح اوياك عبد المبارك يجي معاك القصيد يعني وانت تحاضر المشهد ولا تكتبه لا والله يا ابوك انا ساعة تكون قاعد واروح ودشعة وسكعة وعلى طول يطلعين القصيدة ايه انت تتسجلتني تذكر القصيدة ملك مركز منيفة هذا القصيدة خلتني احبق بمركز منيفة السببه انا قلتها معانا كان ممنوع ذاك الوقت شانه هي ابو مبارك اللي في ناس انحشقها جني الحرار هذي مركز منيفة كانوا ممنوع ليش؟ لازم تجي اساس تقدم طلب واذا تقدم طلب عند الخاف جي بعدين تروح للمركز الساطي جينا انا كان يقولوا لا جيبوا لنا ترخيط قلت انا يلا كان يقولوا في خالد الدويلة قال هذا يكلم الضابط قال هذا الشاعر محمد السويلم العازمي عنده قصيدة في مركزكم مركز منيفة كها سمعنا قصيدتك يقول الضابط رائعك الله يذكره شانه يقوله فيه ناس انعشقها جني الحرار فارسي مدري قطامي او جرودي شفها مد النظر شوف الخضار بخايع تنبت بانواع الورودي اي تطاير من نواضرهم شرار لا طلع قرناسهم ما فيه فوض ولا انا شفي لبسي الوزار واتربع فوق حد ومن الحدودي مات الضايق لو يطول الانتظار لان اشوف الاقرع بنظره يجودي الاقرع صبيقي اقرعا صيده غدا ليكار ما ورفته من عمام ومن جدودي مزحب الله تركه ابتالي النهار ومزحب الميدار مع عدة بلودي والله انه لو عطوني الاختيار ما افارق مركز مني في السعودي والله ما تفارقة اقعد اقعد تعال احد يقول صدص بيطي الله يذكر الله الخير سألنا المملكة يا اخي هي عمقنا الاستراتيج والله وهي السدر اللي حنا نستظل تحت ظلم امين يحفظ الخليج كلنا كلنا اهل سجية طيبة يعني ما فيه بنا كلاسة عكس بعض الدول الثانية الله يهديهم لكن بينك يا خليجيين على طول تنشرح صدورنا البعض يعني شوف الله ربديم قال يا اهلا ما لانه حاس اننا عنا نعيد وهم يعينونا لانه كلنا جسد واحد الحمد لله عسى الله لا يفرق بيننا ويحفظ المملكة والخليج وحكامنا ويرزقهم بالبطانة ويمن علينا فيها شوفها الطرعة هذه وبخير ونعمة بيوتنا مفتوحة وخيرات جدية بكلها عندنا بس تدي شكر بس ترى النعمة مقبوطين عليها والله يا عيالي ويا اخواني والله ما فيه احد يحصلها تراها النعمة مشكلة لكن بس بالنعم بالشكر تديو من النعم حق الدفة يلاهم الله والله دفينا والله دفينا الحمد لله تايقهو 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 ايه؟ في الجاي الزرابين في الجاي الزرابين انا شوف محمد شي يسوي انا شوف محمد انا شوف محمد شوف محمد حبيبين انت شكعد تسوي يا سلام عليك كيف يلي يجيب الكيف واحد المترى واحد المترى انا شوف اتقل شوف اتقل شوف اتقل هادي شنو؟ هادي يقول جيفني غطى اقولها؟ هادي شنو عميول؟ عني انا؟ او الولدان والفنزاتي هادي قلت جيفني غطى والعين يا مندي فراش لك والولدان والدويلة والفيلة اللي عن اللجه والازعاج من حاش يدور الراحات ويمرح خلاوي يبعد عن البنيان ومشاهد الطاش على ونيتر وكل شي الرهاوي ابرك من اللي بس يدور الكاش تلقى هلايث بين سوق وقهاوي انا عطيت المجتمع بلوك وطناش وانا اعتزلت الهرج ما انا شوف هاوي بمحميتي مبعد عن الدون واللاش وبمجلسي تلقى علوم وحكاوي راس الضبيت ما فيه يكون دعراش وشذب العراجيب من اكبر بلاوي العمر لو طال تاليه بشاش ملفوه من دون كذيب عاوي يا احمد الدنيا لها لمعة فلاش تغري خفيفا نفس بكثرة لها قاوي تمضي سريعة كأنها ضربة فلاش تاخذ كما حبل الرشاة حيل طاوي بمبارك السويل اللهم لك الحمد قاعد تبارك الرحمن شرحة يمعة حلوة جو حلو والله مبارك مطر خير وبراد شنو نبي احلى منك هذه وناستنا وناستنا انا انتم قلتها بالمقابلة بالتلفزيون ان وناستنا مو بالسياحة والمجمعات والاسوية وكذا احنا ناس طبيعيين باختصار يعني اذا بتقولي والله بتمشى بمجمع اذا ما لي حاجة بالمجمع اذا بشتري شيء احنا وناستنا بالقاعدات هذي باليامعات هذي يعني شنو فيه احلى من هالقاعدة بساطتها وناستها من معين الضهات من اللهم لك الحام كاذنها من قادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واعملا يا عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا معلم آدم ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موت لقمان الحكمة وفاصل الخطاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الدعاء في بداية الدروس هي من سنن السلف وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكراء وهذه من السنن الذي قل من يعمل بها وهو الدعاء في الدرس سواء في بدايته أو خاتمته لأنه ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا هذه المجالس حفوها ونزلت عليهم السكينة كما هو معروف لديكم في بعض روايات الحديث أن الله عز وجل يسألهم ماذا تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويسألونك يسألونك من الدعاء أن ينجيهم الله عز وجل من النار أن يدخلهم الجنة فاستدل كثير من العلماء أن من مواطن إجابة الدعاء هي مجالس الذكر هذه بالنسبة للأمر الأول الأمر الثاني أرحب بآبائي عمي الحبيب الغالي عم بمبارك الله يتزاع عننا خير الجزاء أنا أتكلم أمام الفاضل أيو والله وأمام عمي الحبيب عمي أبو أحمد مندي عسر ربي يطولي بعمره على الطاعة يا ربي إذا جاء يا كرام وأنا سعيد جدا في هذه الكشتة اللهم لك الحمد اللي الله كرمني والله أني أجلس يعني بينكم وأنا أصغركم وأقلكم فضلا أيو والله ويتكلم بين أيديكم اللهم آمين ولا مانعني يتكلم المفضول أمام الفاضل كما تكلم الهدهد بحضرة سليمان جزاكم الله عني خير الجزاء تسمعون من ولدكم يعني مو لا شيخ ولا شيء الله يرحمه اللهم آمين جزاكم الله خير على حسن ظنكم وطيبكم أنا أبتدأ هذا الدرس الخفيف بقصة حدثت في عهد عمر رضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أتى رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن لي أم قد بلغ منها الكبر ألا تقضي حاجتها إلا وظهر مطية لها هذا الله يسلمكم أم من كثر ما هي عودة وشبيرة بالسن يشيل أمه على ظهره ويديها مكان قضاء الحاجة أنتوا تعرفون أن في السابق الخلة مو بالبيت مثل اليوم فضل الله عز وجل يعني بيوتنا على أفضل ما يكون عزكم الله فيها الخلاء الحمام وكذا بكل شيء اللهم لك الحمد سابقاً كان هذا الأمر مستحيل يعني كان تروح أنت الخلة زينها المرأة الكبيرة من يشيلها يوديها إلا وظهري مطية لها يقول حق عمر رضي الله عنه يقول فهل تراني أديت حقها في أعظم منها البر هذا أنا أشيل أمي على ظهري ووديها بعدين أردها مكانها البيت فهل تراني أديت حقها قال لا والله ولا زفرة من زفراتها يعني ولا طلقة من طلقاتها قال لماذا يا أمير المؤمنين قال لأنها كانت تفعل ذلك وتتمنى بقائك وأنت تفعل ذلك وتتمنى فراقها أنت ميت تقول يا الله يا ربي كريم تاجرني على البر اللي أنا قاعد أسويه الله يفكني من الأزمة العشير وحط ورد هي كانت تسوي نفس الشيء تنظفك وتطيبك وتعدلك وكنت ربما تبول على حجريها وما تأنف تضحك ببيك وانت طفل صغير في المهاد وسبحان الله بعد ما هي كبرت انت قمت يعني تأنف من هذا الأمر في حدث من الأحداث حدث عجيب غريب يعني سبحان الله يعني لمن تسمع هذه القصص في البر تتعجب الفضل ابن يحيى البرمكي هذا كان أحد أبناء الأمراء والملوك والده هذا يحيى البرمكي وهو والفضل سجنوا في سجن من السجون بعد ما سقطت الدولة يحيى البرمكي أمير فكان لا يتوضأ إلا بماء ينساخن يعني هو سليل الملوك وأنا بخير وبنعمة حتى قبل ما فيه سخانات لك ينسخنون الماء على الجمر على النار ينسخنون الماء فأدركت وقت صلاة الفجر هو رجل كبير بالسن يحيى البرمكي فمنع السجان أن يدخل عليهم الحطب حتى يعني يسخن الماء الفضل عشان يسخن حق قبول الماء منع منه الحطب شو سوى الفضل؟ من برة بوالده قام وأخذ القربة هذه ووضعها على السراج والسراج معلق بالسجن فهو حاطه فوق بالسراج وينطل الماء ما تثبت فحاطه حتى تدفع أبوه لين أصبح الصبح؟ لقى الماء يدافل أبو وتوضع وصله إياه قام السجان وفطل للأمر شاف أن هذا قاعد يسخن الماء بالسراج وهو نحيس هذاك قامت عن يسيل السراج يلا قلعتكم شو سوى الفضل؟ والله يا جماعة من أعلم من الأشياء اللي أنا قرأتها في التاريخ في البر أخذ القربة هذه ووالدها نايم ما يدري يعني الحدث اللي حين صار خذ هذه القربة ووضعها في أحشائه ونام عليها بطنة وغطاها ونام عليها ليل فجر سبحان الله الإنسان يطلع من جسمه حرارة قام لي قال ما يدافي على الأقل يقدر يتوظى فيها الشايب شوفوا البر من أعظم ما سوف تسمع من البر هو قول الرب جل جلاله ولا أحد أعظم من كلام الله جل جلاله أنا حين أتكلم لكم قصص لكن لما تسمع آية وحدة إن رب العالمين بجلاله جل جلاله هو من يوصيك بأمك و بوك لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا واحد من السلف ولا تقول لي أمير المؤمنين ولا قصة فلان ولا فلان الله جل جلاله هو من يوصيك وقضى ربك وقضى أي أوصى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه توحيد أعظم شيء في البشرية الذي من أجل يخلق هذا الخلق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ما في شيء في العالم في السنة النبوية في القرآن قرن بالتوحيد إلا بروادي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا شوف شوف اللفظة بس شلون إما يبلون عندك الكبر وهو يجماع المحك ويقول الحمد لله بروادين سهل فضل الله عز وجل أبوه دوى بالأربعينات والخمسينات والستينات الحيوم ما شاء الله تبارك الرحمن أمورهم طيبة فضل الله عز وجل اللهم ملك الحمد لكن المحك ليكبر صج أصبح الأب ولا الأم فيهم عجز فيهم ضعف بالضبط هرم هذا الأب ولا الأم أو صار عنده التفكير أقل من السابق صار عنده الاستيعاب ممثل السابق عهده وهذا حال الإنسان الله عز وجل خلقنا من ضعف ثم من قوة ثم من ضعف من ضعف وشيبة في آخر الأمر ومنكم من يردوا إلى أرض للعمر لكي لا يعمى بعد علمي شيئا هالموطن هذا الله عز وجل كان يركز عليه هو كل حياة الإنسان يبر بما وبوه لكن بموطن الكبر أشد إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما شنو أسوي يا ربي فلا تقل لهما أوف شفت الهوى هذا اللي هو أقل شيء أنت تتنرفز منه تسوي كل واحد يمكن شدي على أي شيء يصيلك شفت هذه ممنوعة في حق الوالدين ومو ألي قاعد أقول لكم إذا الله تكلم لا تقول لي قصة ما قصة ولا أثر الله جل جل قاعد أتكلم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما هذا اللي يرفع صوته على أمه وابوه هذا دشف الكبير النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبار أكبر الكبار قالوا بلى يا رسول الله وكان متكئا فجلس صلوات ربي وسلامه عليه يعني بيقول شيء الآن يعني خطير جدا قال عقوق الوالدين طبعا ذكر نبي صلى الله عليه وسلم بعض من الكبار يشراكوا بالله وقال عقوق الوالدين من أكبر الكبار واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وهذه من سبحان الله من أعجب الآيات اللي أنا لما أقراها أتعجب واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لو تلاحظون الله عز وجل ما قال توضع حق أمك أو بك يعني في حق المؤمنين في آية أخرى واخفض جناحك للمؤمنين بس بحق الأم والأبو شنو قال جناح ذلي من الرحمة وهذا يبين لك انك انت لو انذليت حق أمك أو بوك أذل نفسي لهم أنا خدامهم أنا عصاك اللي ما تعصاك أنا تحتري لك طال عمرك انت السيد وانا العبد انت فوق راسي هذا هذا الأصل في التعامل مع الوالدين واخفض لهما جناح ذلي من الرحمة شي 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 والله العظيم امن تسمع الله عز وجل شون يحكي البر للوالدين والتأمل في الآيات تعرف سبحان الله شون انت اتعامل أمك أو بوك وانا يا جماعة الخير يعني من أكثر الأشياء اللي يضيق خلقي منها لما أشوف أحد الشباب سنافي ريال شقردي محترم أي ودي معانة هب ريح بالكشتة بغير الكشتة ما تكمل الطلعة بدونه بالمقابل سبحان الله علاقته مع أمه وابوه بالقاع اتصلت فيني مرة امرأة كبيرة بالسد قالت لي يا أولادي تعرف فلان هذا ذهبت الشباب وردت الورود والله ما تكمل الطلعة اللوية ياه وضحوك وراعي سالفة وناسة قالت صار لثلاث سنين ما يكلم أمه كانت تقول لي الله حرقه شدي قالت الله حرق قلبه بالضبط باللفظ اللي أنا أقول لكم هي عشان لا أزيد ولا أنقص قالت الله حرق قلبه مثل ما حرق قلبي سدت التليفون بالليل كان يتصلون فيني الشباب افلان انفجر عليه جدر الضغط على صدره تره في البرطين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شوفوا شون دعوة الوالد لولده طبعا الوالد المقصود في الوالدين الوالد لولده أو دعوة الوالد على ولده ترى مستجابة الأمر خطير جدا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعو على أبنائك أنا ما أقول لكم أن هذه دعاء المرأة أمر صحيح غلط اللي سوته أنت دعت على ولده لكن من القهر ثلاثة سنين ما يكلمها فأنت قد ترى شابا حبيب ويانا وكل شيء لكن مع أمه وابوه بالقاع تعامله وهذا يا جماعة الخير عند مشكلة كبيرة جدا بل وقع في كبيرة من الكبار وهو سبب لقطع الرزق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بآبائكم أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة على وقتها فقال الرجل وبعده يا رسول الله بعد الصلاة على وقتها قال بيروا الوالدين أنا بكم استعبون شغلة شباب بس دقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يذكر ركن الإسلام الأعظم وهو الصلاة يكني مباشرة ببر الوالدين عشان تعرفون أقسم بالله أن هذه العبادة من أعظم أعظم العبادة بقولكم قصة أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ الحديث صغير ماكو شيء بسرعي خلص الحين حين بخاص لكم إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال لا قال هل لك من خالة؟ قال نعم قال فبرها الصحابي شي يقول؟ يقول إنما أدى له النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكفر الله عز وجل به كبائر الذنوب اللي هو بر الوالدة والوالد بر الوالدين كفارة الكبائر كفارة الكبائر يا جماعة الخير والله الذي لا إلا الله أقول لكم قصة من أعجب القصص اللي أنا شفتها في حياتنا أنا عاصرتها واحد من الشباب عمره في الأربعين في يوم العيد عزمونا على ديوانهم وكان الديوان مكتظ بالناس عيد وكلنا كاشخين ولابسين وابتسامة وضحكة والعيال وناسة هذا الرجل فوق الأربعين سنة عنده عيال عياله بالتعش نهاية التعش أبوه كان موجود في صدر المجلس أبوه رجل كبير بالسنة قام وطلب شاي لأبوه راح ودى الشاي حق أبوه كان يحوش ريلة هو يمشي حاش صبع أبوه يعني بيقدم له الشاي كان يحوش صبعة أصف الشاي نحن موجودين كلنا كان يسبه ويقول له كلام حاد جدامنا كلنا هذا الرجل عمره فوق الأربعين سنة والرجل طبعا كبير يعني بالثمانين دون الثمانين بشوية اللي كان موجود بس من يتحمل؟ يعني أنا قاعد أتخيل نفسي في موقفه ممكن أني أطلع من المجلس عشان نحفظ ما يوهي واقسم بالله يا جماعة أخي تعمل سوا؟ لا أبتسر لا أبتسر قام يحب دين أبوه جدامنا كلنا يحب دين أبوه يقول له يبقى السموحة السموحة حبيبي السموحة ويحب دينه يحب دينه وسكت يعني الشاي بهدى وكذا وكذا وقعد كأن شيئا لم يحدث شنو صار لهذا الولد؟ هذا الولد توفي في رمضان في يوم الجمعة وهو صائم والله الذي لا إله إلا هو هذا شنو؟ هذا شنو جماعة الخير اللي رب العالمين تنقال يعني حسن الخاتمة في رمضان يوم الجمعة إلا من بر الولدين طيب تعرفون أويس القراني؟ أويس القراني هذا غريب عجيب هذا لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تابعي وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود بس ما قدر يقدم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمونه مخضرم موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر يحق النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق عمر عمر رضي الله عنه عمر عمر ثالث خلفاء الراشدين يقول له يأتيكم مدد من اليمن فيهم أويس إذا وجدت أويس قل له خليه استغفر لك أنت يا عمر قل حق أويس استغفر لك عمر استغرب شنو هذا لماذا يا رسول الله قال منعه من القدوم إلي له والدة هو بها بر يبهي حق النبي صلى الله عليه وسلم ينار شرف الصحبة شي كبير أنا أصير صحابي منعه من القدوم إلي عندها أم هو فيها بر كان به برص فشفاه الله إلا موضع درام عمر طبعا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما استطاع أن يأتي أويس وفي عهد أبو بكر ما أتى مني مدد من اليمن فيكم أويس من قرن فيكم أويس لمن ذاك اليوم ولا أويس موجود فيكم أويس أويس بن عامر القرني قال نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم مدد من اليمن في يوم أويس القرني إذا لقيته قل له أن يستغفر لك مجاب الدعوة مجاب الدعوة لأن تربر الوالدين سبب لإجابة الدعاء فاستغفر أويس لعمر رضي الله عنه وهذه جماعة والله العظيم كرامة من كرامات الأولياء الصالحين أن يجعلك الله عز وجل برا بوالديك وسبحان الله ما في بار مموفق في حياته تجد سبحان الله تبارك الله لا قوة إلا بالله الله فاتح لأبواب الخير والرحمة والرزق البر متعلق بالرزق بشكل مطبيعي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية ما يجتمع البر مع الشقة من أكثر الأشياء اللي احنا شفناها في حياتنا أنك أنت لا تثق أبدا برجل عاقل لوالديه لأن اللي ما في خير حق قمه وابوه ترى ما في خير لك وسبحان الله يبدي لك من طرف اللسان حلاوة ويروغوا كما يروغوا ويروغوا منك كما يروغوا تثعلبوا تشوفه حبيبه طيب وكذا لكن لا تثق اللعاق هذا مرتكب أكبر الكبار تشوفه حبيبه كذا لكن ترى من الداخل شي مخيف طيب عشان بس نحن نسكر الموضوع هذا ويكون هذا يعني ختام درسنا شنو هو العقوق البر البر هو كل ما تفعله من أدنى الأشياء إلى أعلاها في ما يسعد والديك يعني يعني أنا أبوي يستانس أني أرسل لي أشياء مضحكة في الواتساب يحب شديد شفت هذا هذا من البر أنك ترسم الابتسامة على وجه والدك ادخال السرور على أبوك أنا أمي تحب أن أوديها العمرة كل مثلا فترة تحب أمي الفاكهة هذه والله الوالدة تشتيه دائما مثلا نوع من هذه ترى الأشياء البسيطة كل هذا بر كل هذا بر العقوق أوف شفت الهواء اللي احنا قلنا هذا عقوق بل أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول من نظر إلى أبيه شزرا فقد عقه يعني اللي طال عبوب بنظرة حادة طبعا الأمه والأبو نفس الشيء فقد عقه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رضى الرب من رضى الوالد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة عشان تكونوا بالصورة بيكن بس تفهمون المقصود رضى الرب من رضى الوالد لغة الوالد هم الأم والأب الوالد يشمل الأم والأب الوالد أوسط باب الجنة الحين إحنا بيوتنا ما هو أجمل باب عندك اليمين واليسار ولا الوسط الوسط هو اللي أصل نتعب عليه نزخرفا طيبا نخلي أفضل باب وأكبر باب الوالد أوسط باب الجنة فهمتوها طيب نختم في هذه القصيدة الجميلة كم يا أبي لك من يدي عندي وكم لك من أثار أنت الذي ربيتني ورعيتني منذ الصغر وغذوتني وكسوتني ووقيتني شر الغيار فإذا ألم بيضنا حل الأسابك والسهار تدعو الطبيب ولا تني حتى يجاوزني الخطار وأفتني العلم الذي هو كنز مال المدخار وتظل تكدح في الحياة لحاضري والمنتظار هذه عوارفك الحسان وتلك أيادك الغرار هي يا أبي دين علي أرده عند الكبار نسأل الله عز وجل أن ينزقنا بر الوالدين ورضاهم في الحياة ورزقنا الإحسان إليهم والدعاء لهم في الحياة وفي الممات والحمد لله رب العالمين هذه قعدتنا بعد ما خلص الدرس تبارك الرحمن الجو صار عجيب شوية مريخ الآن إن شاء الله بنشوي نضبط عشان اليوم عشان نشوي تغييري شوية بنشوي إن شاء الله انت عشى وننام هذا الجو سبحانك يا رب وشوفوا المريخ وشوفوا الليتات السيارة وشوفوا المريخ عليها سبحانك يا رب الجو عجيب والمريخ يعطي شي خيال شوفوا الليت بالسمة سبحانك يا رب طبعاً وايد صعب إن الواحد يمشي بالمريخ بالسيارة يعني يتأذى لأنه ما تبين الدنيا لكن يعطي جو سبحانك يا رب جو عجيب 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 على قولتهم جو لندنيا صارت لا صد صارت لها مصارت وبس استوى الأكل قواهم الله الله تكل عافية أخوي حامد شونا تبدو الدفع الثاني دفع الثاني تكة تكة أخي وليد يا حلا بحمد أخي وليد تاوينك من زمان يا سلاة يا سلاة لحظة لأنا ناكل الحين ترقب الله يا أبرودي أخوي أخوي حامد ما عزمتنا أخوي أحمد عندي الموضوع تتبي صوت التش من قبل شوي ها يوالله 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 تشتشهي ها ها تصيخ خلا برا عشان تترك السلام يا السلام اذا شويت راح يطلقموه حلوك وين رايح أعطي أبوهد تعطي أبوي حبيبي يلا يلا تعال تضر عم بوهد تضر يا سلام ألف عافية شوي شوي لا تدعم أبوي بعدين يا قول بسم الله أنت ما عليك أبي أصغر واحدة لا أبي فينا أخي حمد ناتي عافية 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 عطي الربع عطي الربع الله الله عريش الله بسم الله بسم الله شحمة شحمة بسم الله بواجب والله بحفظتكم يا ربي اذا جايك ها وين إن شاء الله بإذن الله نياكم بحول الله باشر والعقب باشر وضح إن شاء الله بحق باشر تقدم نياكم وتماؤك للم ودع الله الله أعطيك العافية إذاك الله خير نشوفك على خير إن شاء الله إذا قدرت تعال على طول إن شاء الله حبيبي أسا الله الله الحفظ الله سلام عليكم تصبحون على خير يا الرابع. يا عمي اي شاي مسوي لي عصي برتقال هذا مو شاي الله هداك. مسوي عصي مسوي شاي برتقالي. ما ادري يا عز كيفكم. هاي باي. تنام? اي اعزف اوارت عينك بليت. يلا الله عطيك العارف صباح الخير بايوب. تكفى الجو الجو. خلق له بالكاميرا صح. شوف تبارك الرحمن. شنو هاي يقولون لندني صح? مخروض. هذا هو توقع. ما شاء الله. ما شاء الله. شتونة مصلي الفير. تلحن قاعدين داخل الخيرنا. عندي شعر ايوم مسلمة. صباحكم الله بالخير. هلأ 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 هلأ. من هذا? هلأ بالعود صباح الخير. ولدان. حتيك. الجو جوك يا العود. هذا جوك يا العود. شوف تكفى شوف شوف. مرش الله تبارك الرحمن. قواك الله بحملني. بس الفنايل زال خير وبيالات. هلأ هلأ هلأ. شقردي. والله انك شقردي. الله اعطيك العافية والله. شوف ايش الله يا شبه. ما شاء الله. عاش العود. الله اعطيك العافية. منه ماذا? من انت? هلأ بغازي. هلأ. 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 هلأ بويوب. جبري. لا الجبري بردان اليوم. لا بردان الجبري. احنا قبل نقول لح مرجع اضر عيون الانس. طيب. يعطيكم العافية. انا عبالي يخلص الريوق. انا عبالي يخلص الريوق. باكل الحين. كلها علي هنا. وين? اخوي محمد. هلأ هلأ هلأ. ست ساعات تقص بصر. بكل يتأني. الله. لا ما انا بيتأني. نبي عليك بالتأني. نبي ناكله. الله اخوي. الله اعطيكم العافية. ايه عاش. عاش. الله اعطيك العافية. الله عافية. شنو بتتفول اخوي ها? صورة. نبي فولك. ناكل. نعم. اي اي. لا هذا قاعد يتفنن. مش قاعد تسوي حامل. عاتيك. شنو هش هالحركات. هذه. طالع هذا قاعد يسوي. بعد شوي بعد شوي تشوف الشكل النهاي. والله في مواهب ما ما ندري عنها تصدق؟ ما تعطو صدوح فرصة؟ كل داودو حارق المواهب أنا أدري ما علي بنغتابه بس راح تشوف التصوير لأكلك ما ينوكز صحبوه يا السلام يا السلام اللهم بارك الجو عالمي تبارك الرحمن اللهم عليك الحمد ماكو برد ومريخ لا إله إلا الله فمعطي الجو سبحان الله اللهم عليك الحمد واجي قعدة همي طبعا ونه يبوح ها ونه يبوح ها أخي حامد هلا أبوي خالصين ديكتين وعشرين طوال انت قاعد تجرب فينا طبعا صح؟ صح ولا لأ؟ طيب نبصان الطماط شمي والله أنا نقول صحي أنا نقول صحي الصارع الفول صارع الفول يا عدي والله نكفوه اي 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 يا السلام يا السلام اي احمد الجبري مو أنا يقول الله أكبر هلأ هلأ أبو سليمان قاعد تسوي شقاعد تسوي لح 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 شلحتي كفوه عليك والله هذا ريوق مو سنع فوق السنع هذا قواك الله بغازي الله يعطيك العافية يا حبيبي ليش ما سكيت والليتات؟ ليش ما سكيت والليتات؟ ما تطول؟ والله ما تطول عماني ما شاء الله عيد بعيد بعيد ما شاء الله اللهم لك الحمد اليوم الجو خيال اللهم لك الحمد على قولتهم الجو لندني هذا اللي قال لك الجو لندني اليوم الجو لندني براد تبارك الرحمن مو برد اللي عور العظم لكن تبارك الرحمن براد حلو يمكن درس حرارة ثمانية سبعة عشرة ما دري المهم لكن الكلام وين؟ ترى هذا المكان مكاننا تبارك الرحمن وبيني وبيني صاير اللي هو المريخ الضبر فتبارك الرحمن اليوم أنا بالنسبة لي هذا يمكن من أحلى الأجواء بعد المطر إذا صار دار ما دارك بالبر مريخ فودك تتمشى وودك تغير جو وودك على قولتهم هنقول تطلق رويلاتك يعني تخلي ريولك تمشي تتمشى على راحتها تصير حرة ماشاء الله تبارك الرحمن اللهم عليك الحمد هاب مبارك صباحك الله بالنوم يا هلو يا مرحب هلا حبيبي شو الجو وياك بشر ما يحتاج هالوجيهة الحلوة هالله الطيبة الله يجمعكم على العزو المعجر آمين آمين وياك يا رب اللهم آمين اللهم آمين شكرا عاشو الرابع عاشو عاشو طاح الريوق يقولون طاح الريوق هلو مدف فيديك عشان تحسوا الطعب ممتاز هلو حليب مش هالصبى محمد ده شده يقافل ايدك تش 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 تها تست ها لا قباك هلا يلا بغازي تست 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 بعدين تعمل يلا بحماني حيهم حيهم. عطي انت كله تصورنا معي صورك. ليش? اخباري انا كله صورك وما حينيصورني. ما شاء الله. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم. يا سلام. هندي قال هذا حار. قال هندي قال حار. جربة من نشوفة حار ولا محار. جربة شراطة واحدة. لا والله تسلميتكم اللي سووا الريوض. الله حقيتكم العافية. منه البرايه? البرايه احسن واحد. انت انت مين اللي مثلك? ماكو مثلك. مالك مثيل انت. بعد عمري والله. تسلميديك الجبري. وحامد. وبغازي. الله عطيكم العافية ما قصرته والله. ما شاء الله طلعت الشمس. الله مبارك. يا حلو الجو. ويا حلو الهدوء. ويا حلو البر. شراحة. ما بعدها شراحة. الله مبارك. يا رب لك الحمد. واريكم يا رب لطريقة تعبئة دبات الغاز هذي. اللي نستخدمها بالكشتات الزرقة. عن طريق السلندر الكبير على البيت. شنو اللي تحتاجه؟ لرنفيس عادي. زائد سبانة عشرة. اللي هي هذي. حق شنو؟ سبانة عشرة طبعا حق. الولف هذا. تنفيس. والنفيس العادي حق الرئيسي هذا. علشان ترخي شوية. وتحط منه. طبعا هذا الشيء ضروري. هذا وهو الأساس. هنا الرأس هذا رح يركب بالسلندر للأزرق. والرأس الثاني هذا المساخده ضغط عالي. يركب بالسلندر ما للبيت. وائد سهل الموضوع. يحب عليكم الطريقة. بسم الله. ركب هوزك وانت مرتاح. يب يب عندك سلندر يب. والله يبوا. عبيهم كلهم إن شاء الله. طبعا يعني الرابع أول شي ناس ما قلت لكم. الرقي للهوزة التنفيس هذا. بعدين هم عندنا الراس اللي داخل. عشان وانت تعبي ما يطول الموضوع. نقول بسم الله. والرأس نفسه هذا صر الثاني برغي. أو في الفراشة. هذا أسرع من الفراشة. رح يسكر الحين. الحين هذا التنفيس طبعا صوت الهوى. فكرتنا شنو؟ إنه نقلب السلندر هذا. علشان السائل اللي داخله اللي هو الغاز نفسه. يدش داخل السلندر اللي احنا نبي. والتنفيس هذا اللي احنا الحين بطلناه. هذا علشان يطلع الهوى الزايد. فالسائل رح يحل مكان الهوى ويعبي. لو وصل فل رح تلقى السائل رح يطلع مثل النافورة من الفتحة هذي. يجيل بشي الله. نقلب السلندر. طبعا إذا عندك ستانج أو مثلا كرسي في فتحة يكون أفضل. لكن ما عندي الحين أنا بالبر. كل امور طيبة. يلا. بطلتها. الحين بطلتها شاش تغير الصوت. هادي ياخذ وجته على راح تلقى. لأن هذا السلندر تقريبا 5 كيلو. ياخذ راح تلقى. يعني يبو يمكن الخمزة جايج أكثر أقل. يطول لك الله. أقول لي فيني الشلة. هذي صراحة تصير فيني أنا واي. إن إذا مثلا مثلا. عبيت السلندر سلندرين ثلاثة. وهذا مثلا خلص. عبه مثلا مثلا. عبه هالسلندر ليه النصف مثلا. وهذا خلص. يقوم هذي بالتنسيم اللي إحنا نبطلين أساسا. يقعد يفضي نفسه. لأن هذا خلص. ما قاد يعبني. هذي السالفة كلش يعني ما يعارف لها حل. أنا صراحة. إلا أمك الجابل. وتجري إنه والله هذا خلص. بحسبتك. نس ما قول القلص انت يسوه. هذا شم لتر. وهذا شم كيلو. فإذا حسرت مثلا خمسة خمسة. يكون باقي لك عندك هني أثنين كيلو. اللي هو خمسة لتر وخمسة لتر. هذي عشرة. يكون باقي لك أثنين لتر داخل السلندر. حق الصغار مثلا. لكن إذا كبير وعبيت مثلا نصف. وانتقول إحنا نبخلي التنسيم شغال. راح عليك كله. لا تسبب من هذا ولا من هذا. صارت فيهاي طبعا هالسالفة. صارت فيهاي مرة. لا الحين أقعد أمطرة طالع. كان باقي شوية بالسلندر السالي. أقول لأنه شنو. باول ما هو راضي يطلع الناثورة برا. يطلع الغاز. شي السالفة شي السالفة. بعدين استيقظت إن هذا الحديب خلص. وأنا الحين قادي أبدي. شوف شوف شوف. قادي أبدي ها. طبعا هني شنو تكون لسبانا جاهزة خلاص. تسكر اي واحد أول. تسكر على طول هذا. بعدين تسكر الغاز. شوف شوف. لما صير نافورة صجية. لما صير نافورة صجية معناته الصج فول. ما اسمع. عشان لا تتع الغاز بيتولة. اي صح. اي لا تفولونا يا الربع ليعينة. او اذا تفول ليعينة خلي شوي ينقص. مثلا ليهني كافي. علشان بالتولة ما تشب النار صي برتغالية. عدل. اي. وما تشب عدل. تعذيك النار. إلا لما شوية ينقص في المستوى ما الغاز بدن يضبط. خالصين. خلوا شوية. صيد. بس. بسم الله نسكر. نزيل. ونسكر طبعا غازنا سلندرنا الأساسي. نزيل. الحين طبعا راح نبطل الراس. وراح نسكر على طول البرغي اللي بطلناه تولي هو التنفيس الأساسي. بسم الله. سكر. طيب. الحين في شي لازم نسوي. حط ماي. حط ماي. تعجبني. شنو قاعد يصير. في تنسيم صح؟ بلا. في رامل وفيدي صح. بس ما يضع. بس وقف التنسيم. لمر طيبة. للتأكيد. شدة شوية خفيفة. انتهى الموضوع. لأن التنسيم مرات مو يكون من شدتك. مرات يكون من الولف نفسه هذا. راضحة. مرات بس تحرك الولف يوقف التنسيم. الآن رد التنسيم. شو نسوي؟ هرك الولف شوية. تجرب. في تنسيم. طبعا هذا التنسيم انت ما تحس فيه. مع الوقت يخلص الغاز. وقف التنسيم. مضبوط. شي ذي خالصين. هذا السلندر شنو صار فيه؟ تفول. نبي الثاني. كبارك الرحمن. كم سلندر عبينا؟ طبعا في منهم الفاضي وفي منهم اللي فيه. الموضوع وايد سهل يا الرابع. بدا لها تودي سلندرك وتعال من يعبيه وتسأل الناس وكذا. ترى وايد سهل. هذه الوسطة تشتريها. ما ادري والله كم سعرها. تلت دنانية يمكن. والراس هذا تشتري. نفس ما قلت لكم تشتري الراس الضغط عالي. مو نفس اللي يتبطل. لا تشتري الفرق. وايد احسن. لانه هو اللي يعبيه لك الجسمة السلندرات هذه. وبس وايد سهل. حالة بالحود. يا حلو. هلاء 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 هلاء. يا ابو غازي جاهز? جاهز ليدينك. جاهز. ايو والله جاهز ليدينك. فقرة السلندرات خلصت. هاي بي. على حبيبي. يعطيك العافية. حبيبي. يا مرحب. بنروح نضبط الغداء. انا هدى الحيمطل بصراحة وقال. لا هدى. قلت له شلو تابي. قلت له شيء وقلت في كل حبل شوية. بس عشان اريه. لا. حطيت لا خضر. ما يروح ما يروح. اخافي ينحاش. قال لي بيروح وين بيروح الظهر. ايه هم صح يرجع الظهر. شوف. شنو سميتو او لا ما سميتو قبل الله يموت. يدي ماء. هذا ماء. دعبولي دعبولي. كان روح. هذا ماء. شرب ماء. يا حمادي شون. يقضب الجسم لاحب نهاش. تعال. لا من نرك Carey. انتغرض حابسنا. نروح ات��을. اخرجي لاحاش. حبيبي موته. . حبيبي حاني ماكو يكل فات سمتدة الاولافة. بس قراق ش fellow. تعال يا روحي. لا تنحاش. بسم الله. تعال يا ولد تعال يا ولد ما اخوك يركض ما دين يفجر. شوف شوف اش قاعد يسوي بوغازي. عاش وراء بوغازي. صادة حامض صادة. لا موقته. لا تركز لا تركز وراء. انحاش الخروف وابو يفجي عشان تمشي المسكين. عبود يودة عبود يودة. اقضب اقضب اشبه. كا كا كا. تعال يا عمري تعال. اقعد يا ولدي اقعد. اقعد يا ولدي اقعد. طلع قافز حواجز. صعدو صعدو. عبود يودة عبود يودة. يلا فقرة الخروف. تعال تعال خلنا تمشيك شوية. الله. حنين والله حنين. وين ستين. يلا الله قلوا له. كلموا. كلموا. قلوا له ترى الامور طيبة. ايه والله غطى عيونة. يزاك الله خير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال. شنو الحديث. معنى الحديث ان اللي بيذبح خلي ريح ذبيحتك. حدثة تشينتك. سين بالرحمن. من السنن انك تجاب للجبلة. وما تعذب ذبيحتك. يعني لي بغيت تذبح جرة واحدة. شوف المجرم. شوفه. ايه. بكل حب. حب وحنان. وعاشة وعاشة وعاشة. وايه. قل بسم الله. انا خان ارفع. ما ادريش احس ان رح تنفهق هذه الحديدة. عاشة وعاشة وعاشة الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا السلام. قواك الله يا بسليمان. الله اعطيك العافية. الله اعطيك العافية يا بو حمني. افيك ربي. بغازي قاضب واخر راسك. بغازي قاضب الجسمة. وقاضب دورة. وقاضب. وناطر. ناطر دورة. الله اعطيكم العافية. يا هذا اللي يقول ابو ثلاثة شهور توصال خينة. ومعلقينه منك راحة على الجيب. بس نحن معلقينه يم الجيب. قواهم الله. الله اعطيكم العافية. ما شاء الله ما شاء الله. سوري سوري. اخوي وليد. شنو طبخك. كيف كمان. صج شنو. كيف كمان. برية. 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 مجبوس ولا برية. شوف. المجبوس طيب. والبرية هم طيبة. شنو اسهلك. برية. انت تشكيك بقدراتها. لا طبعا. نفسي نفسي. صج. نبي مجبوس. خلاص. ايو والله. حش موجود كشمش. موجود بصل. الخير كله موجود. هيا الله اخي وليد. احييك. الله اعطيك العافية. اعافيك. هيا والله. عسى مستانة. الحمد الله. صدعد. الحمد الله. الحمد الله. دعم بينكم. ايو والله. ما شاء الله مشحم ها. خفيف. صيد اليوم هذي. صيد اليوم. فل شحم طال عمرك. عذفته بحواني. عبتوه. بس والله بحواني. الجمهور اقوى من جمهور العربي. جاعدين. مرتاحين. وطنازح. مصلوخ الراس مصلوخ. بس يبي له. شوهين. الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله. صلينا الظهر. اللهم لك الحمد. الحين قيلولة. وقت القيلولة. انا بننام. نرتاح ساعة شدي. لان احنا قعدتنا من صلاة الفير ما نمنى. نرتاح شوية ساعة شدي. بعدين نقوم ان شاء الله ونكمل النشاطات. كشتة وناسة وبالبر قاعدة كافي فيها راحة البال وتغيير الجو. اللهم لك الحمد. ما شاء الله. وعن راحة الشمس. تبارك الرحمن. الجو خيال. اللهم لك الحمد. هذا على قولتنا اللي قال لك توفقنا بهالكيشتها. الحمد لله. شب الرجوع. السلام عليكم. صح الدين. يا سهلا. يا جديد محمد. يا كاين بالوقت المناصل. يا السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبقى. الله يبقى. اه. اه. هلأ. 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 حبيبي. هوا ريو. شخ بارك. شخ بارك. الله يسلم. زين شفناك. ما بغيت تتيكشتك. كل مرة يقول لك تعال. ما تراضي تتيك. يا كداب. خلاص. بكويت كلها درت. صج. ما في مجال يعني. خلاص. بس. يميني. يساعد. لا تقدر تخش والله. سعى المباركة. ما شاء الله تبارك الرحمن. لا لا الجو. الجو. لا. ايه والله. ايه. 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 غيم. غيم. الدنيا كلها. ان شاء الله. شوف شعاع الشمس. سبحانك يا رب. يا رب لك الحمد. ها؟. وليد العنازي. محمد البلوشي. بو وليد. على البلوشي. شعلك. رب والله. شيعل. بالله. شعلك. الله يسلمك شعلك. شعلك. بارك فيك شعلك. شعلك. الله يبارك فيك. شعلك وارد الخوان. خير. على ما تحبك. يوم ورحب الله يحب. الحيك. ولي بيت و بعد الجو حلو. زمال الجو حلو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وحكامنا وشعبنا يعطيك العافية بمبارك يا خلو سهل الله تكسح والعافية جواك الله والله يا جماعنا مراضين تخليه قص لكن حلف إلي قص نعم نعم أنا واحد منكم الله تكسح والعافية ما هي شي هذا الله تكسح والعافية حي أرحم والديك يوهما الله يوهما الله والدان كيفكم؟ أشاهد أن تفكر وصافر كبسة برية أم مجبوس؟ أم مجبوس؟ تريد تصويت أم مجبوس؟ أم مجبوس 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 الهوز أم موجود يوفر صح؟ يوفر مالك أم مجبوس 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 الشباب قاعدين هنا تكون اللحم بالهوز مال لهذا شغل عادي هذا اللي جاهز تيارتك قل عمي حامد استفيد عمي حامد استفيد من التجهيز اللي انت سويته ها ها رش رش أسرع شريع يا أنا الملة ويا بالسوالف ويا يا السلام عليك ما شاء الله كواكم الله يا ربي الجو 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 خيال اللهم أبارك ما شاء الله تبارك الرحمن منظر غروب الشمس يا سبحان الله. الله عمالك الحمد. هذا المطبخ سويناها شديد على السريع. عشان ولدان يطبخ على راحته. وقري عن الهوى وما يتأكد. انحين يأذي المغرب انشاء الله صلي المغرب. اني قاعد باذن الله. اني قاعد احمد ان شاء الله يا رب. نحنى فملكم. ملاتيكم العافية. الله عافية. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يحصىك مستانس. يا رب. الله يحصى اللي يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. إن شاء الله يبرونكم بذل ما بريتوه والدان الله عطيك العافية صارت تنا شنو العملية اللي قاعد سويها أخوي وليد الشي اللي يزفر عمات الدم واللخم يعني طبخة زين إن شاء الله إن شاء الله يلقعد عشب غازي ملك الستاتين جماعة بروحة بروحة قال اللي عنده ستين بيسن هايبها يا سلام عليك وصل صجعات طفل الإتات عمالة ما نجري هقعد الله الحمد لله على السلامة والله الحمد لله على السلام مكانك مبين والله المصالة المصالة بارك الله فيك هذه سواء باري حركاتها تواب عمال تواب عمال تواب عمام السباح هلا فيك هلا بروح الله هذا حمد لله على السلامة حمد لله على السلامة فانزاتي حمد لله على السلامة أخوي لا تصير بقول الكلمة بعد عمري والله على السلامة والهانين عليك ومكانك مبين والله وعكا ترتاح من مكان دولة لم تكن لا يوجد جابي من أمان الحمد لله على السلامة من أخلوف؟ من أخلوف؟ من أخلوف داود؟ ما هي الصفات؟ ما هي؟ عشان تحدي من الله على السلامة كابتن والله أعطيت فرصة صد والله حدف مالي تحكم بها سلم سلم تعالى هلأ هلأ صاريتم 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 مبارك هلأ هلأ شعالبوس شعالبوس مش فرق خفيفة خمي 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 طيب شعالله مش فرق مبارك على الباطل إن شاعر السلامة شعال 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 شبارك ساك طيب شوني قاعد بروحك؟ وينحسون شغلنا ليتاتنا حطينا السنارة السنارة مشكلتها انها تسحب كهرباء وايد ولا اضاءتها احسن اضاءة يمكن الحق الكشتر لكن تسحب كهرباء وايد الفين واط ما دي لشكيذر ولا ما دي لشم اعطيك حبيبي الشيء الغالي اللي عندي صراحة وايد غالي علي هذي طبعا صناعة كويتية هذي صناعة كندري اسمه انور انور كندري تفضل شوه شرائك فيها اول اوه مغازي هذي صارت موسي حبيبي الله اعطيك العافية احنا عشان ريح الذبيحة صح اهم شي ريح الذبيحة صدقة رسول الله عليه الصلاة والسلام ايه والله اريح ذبيحة شنو فكرتها ابغازي اول شيء والله اهم شي تلبط الزاوية اه وهل تضغط وايد بالستشين ولا عاجل لا انا ما اضغط وايد بس طبعا يعني على حسب حالة ستشين نفسها و كم مرة يمين و كم مرة يصار لا عادي اشوف هذا و انا شوف يعني ترى الماني خبرة ايه انا من ممارسة عرفت ان في ستشين تبي مثلا الزاوية هذي في ستشين لا اكثر تبي الزاوية ثانية انزين شنو نوع المسن بغازي هذا الماني افدك تنصح فيه على قولتهم والله ممتاز ايه ممتاز هذا اسمه افدك جيرماني ما شاء الله ما شاء الله و طبعا ما ينفع حق الستشين اللي ميته نهائيا لا اللي واحد جار عليها تشيني بحصمه او الا قاعد في النجال ما ينفع ايه ما ينفع لا تتحرش اخي مسلماء لا تتحرش فيني ها شيخ ما قاعد تسوي قاعد امتشي هذا على قولتهم انك تبني النار اتضبط الحطر الطريقة معينة علشان يشب عدل ولا يدخل ولا عضل ما شاء الله تبارك الرحمن لا اله الا الله شوف الصبت الثاني ما شاء الله تبارك الرحمن تكفى خنشوف خنشوف ستشين التحفة هذه اللهم مبارك ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله هذا خشب معالج خشب طبيعي معالج ايه ابو محمد لقلت له دستة دار دناكني قال لك سعر دار دناكني تجنو؟ الايراني يقول لك اسلام راجع انا يا ذاتلك ليحتاج وقاعد تزيد اطيبة قاعد لك هذا العداني ازاي قاعد لك بالعافية ايه هذا الصح هذا الصح ها صارت جنة اشوف ما شاء الله هذا خلاص بس ما يحتاج ما شاء الله استوى تبارك الرحمن ما شاء الله ها القفشة الكبيرة احبدو المتشخل فيه موجودة احسن لك تبي مشخل ولا تبي قفشة لحظة ما شاء الله ايه لانه ما اكو سيربس ايه ترفع الواي فاي ايه لك سيربس الله رحمه الله ايه سريع ما شاء الله ايه ما شغل احسن لك قمتون احسن لك احسن لك هل صارت بخير قمتون اقدر اقلب اقول لا خالص هذه فريضة خنقول واحد قاعد يصلي سنة الفجر يقال وقال يبا دام ان تذكر ان عنده شغل كان يقول لا هذه سنة الفجر بخليها الفجر نفسه ما يقدر هنا ليش لانه دش بنية نافلة ما يقدر يخليها فريضة اما العكس مثلا واحد يصلي الفير وسمع رابعة مثلا يو يقول اقدر اقلبها سنة عساسة دش معاهم في جماعة الله تزحك شغل قاعد عيونك انا عاتف ماشاء الله ماشاء الله بسم الله بسم الله بسم الله بسميلي كالعود بسميلي الريحة ناهية مم الله عطيكم العافية الله عافية ربع ان تعاونوا وما زلوا ها؟ لا بالعافية 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 ها ها تعاون تجرب الملء صح؟ مم قانوني قانوني ماشاء الله بس شار مطبخ وليدان بص هالما للأحن مميز ممضوت؟ اوه دوليا بالعراق بالعراق ايه عاش العود شو بيانا؟ تسلميديك يا حبيبي تسلميديك خلا هذا خلاصا تكفى يبع و تكفى تكفى وصل 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 يوها ملع عاشا ان شاء الله بالخير اي 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 كنا نبينا لتي تحت شكير صاج والله لا عاد زولية عاد شاري زولية خاري خامة خني شكل صح خني شكل هو هم بيت تحترش بهم تحترش اي شاء الله تبارك الله تعال حد شي تحت ويلد السلطة يا حامد كا شا مخطأتني ببكة تكرفتوا لي وايد اليوم دمو مخطيب شربات تسلميديك يا العود و الله يحفظك تسلميديك تسلميديك يا ابو محمد الله يسلمك. الله يسلمك. من هذا? من انت? تذهب نفسك حك باتر. الله يعيننا على العوار البطن. اقصدين الاكل الزين. الاكل الزين. الاكل الزين. موح موح. شي تقول حامد? زاجران وصل. زين. بل الله على سلامته. اخبار زجران. زجران حين تشوف زجران. وعنيتي الاحمر. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام وبركاته. ماجد العجمي الشباب عن ما اشوف ترى. هل ابو طامي. وصلت بالوقت المطلوب. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تسلمينك والله. والله تسلمينك. تقول بمبارك. يقول تسلم يمين اللي يحوف العشاء. حوف. ابو محمد جعل تبطي سنينة. وليد له عندي. يا ناس معروف. انا اشهد انه. اش انا اشهد انه ما يقصر. وربي يعينه. الله يعطيك العافية. صح لسانك هذي واشاء الله فانزاتي فكيتني. صح لسانك يا مبارك. الله يرحم والديك. يستاهل وليدان والله. طالع طالع من يصب قهوة طالع. فانزاتي صب قهوة. تسويها والله. ولدان تسلمينك تسلمينك العشاء. شنو شنو شنو. شنو. جدري. ليش اتغار? ليش اتغار ليش? عيش. حط ماي اللحن. ليش اتغار. شنو يعني فيه انجاز. بلى فيه انجاز. الريال تعم. طم رقب نس ساعة. هي حزم رقب نس ساعة. الله يرطي العافية والله. شنو شتقول اخوي. يا هلا بطامي. هلا هلا. هلا. شو دان اول الحمد لله على السلامة حبيبي السعر مباركة يواكم الله يا الرب مبارك الله عطيك العافية جبري يواهم الله عمال ليش قاعد هناك بعد عمري حامد يا حبيبي والله يا حامد الله عطيك العافية فلحتني فلحتني عاصر طقيتني عرشبتلي عرشبتلي ترك كسرت عيني في الشعفات ملعب؟ إن شاء الله بس بس أنا بأي بشيء بأي 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 يلا الشيخ ولد شيخ ولد شيخ سعر مباركة والله شا تقول حق اللي يغشون بالامتحانات؟ هل؟ لا 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 يكون هستيدي حينثين وقتال جاي رصح صح والله مزود شوان تشدين عايمين طيور الحب اجدور الحب اجدور الحب تحبنا حسول الله نصركم بخليكم يا رب تعبان داود والله لا تعبان انت لا يبنبارك انه ما في زل حوالي اللي عاد لكن المرة الحركة الزوية المرة اه ما اللهم ولك الحمد خلصنا اليوم على خير وناصة ويمعة حلوة وعشة ويا الشباب الطيبين تبارك رحمن الحين الساعة جمس ساعة 11 و5 نحضر اسنا والنام على شامباتل ان شاء الله نقوم صحيح صحيح صلى الفير ونكمل يومنا بإذن الله عز وجل بسم الله جبنا حق الصلاة والشباب ما شاء الله حماس ما شاء الله صبحكم الله بالخير قوام الله حيل مو شوية بعد بردانين فيه ما يدافي يلا حق الوقت يلا يلا بنصلي بنصلي يلا يلا تطلع الشمس يلا ما يفعلون شاهي وقهوة كفة طيك العافية السمي يا راهم الله صبحكم الله بالخير طيك العافية بغازي ما تفعله بعد ليبة زعفران زعفران وهي الله أكبر انت صاح أمية بالمية واناتي الأحمر أمسيها فيه ماجد صبحكم الله بالخير جيدة جميع تصبحوا جيداً حما الله جيدة جميع الله القكم العافية لقد لقلت جيدة جميع الأحمر لا ترغب نايم لا ترغب لا ترغب ما ماذا يتنامون ستجلب يذهب ما ماذا يتنامون ستجلب انا أعكبر بتصبح مرحيز ونحفر بير لنتحرك لأنها تلغط لأنها تخرجسة دخل الله تفلم صباحكم والله بالخير اللهم لك الحمد اليوم هم غيم تبارك الرحمن الله يعلم في مطر ولا لا ما ندري على حسب برامج الأرصاد باشر المطر ليس اليوم هذه قاعدتنا تبارك الرحمن اللهم لك الحمد قمنا صالنا الفير نقعد الحين نشرب شاي وقهوة نريح بعدين نضبط إن شاء الله حق الريوغ تكفوا نشوفوا المنظر أنا ما ودي أتكلم مويد اللهم لك الحمد الجو صج صج يعني تبارك الرحمن توفقنا بهالكشته اللهم لك الحمد لا إله إلا هو صراحة من يعينة وأنا كلها أقول ودي أتمشى ودي أتمشى ودي أغير جو جدي أتمشى على قولتهم أطلق ريولي لكن على قولتهم يأخذنا الوقت والقاعدة والشباب والسوالف وتبارك الرحمن إحنا عددنا كبير وكل ما زاد العدد كل ما صارت الأوية ما تحس بالوقت الوقت يطير بسرعة كلش كلش ما تحس بالوقت فالحين الحين الساعة سبع تمشى شوية استانس الحمد لله الجو تبارك الرحمن قوي بتدفي شوية ما أقول لكم برد درج الحرارة تغيبين عشرة لكن لمر طيبة هذه طبعات شنو يا الربع هذه طبعات شنو تتوقعون ما أدري حصني ما أدري قطو بري الله يعلم شكلهم اثنين بعد مو واحد واحد يمين واحد يسار شكوون ما أدري والله شنو لكن ضرنبول هذا خف أربع ريول هذا اللي مين يسار كيف عبعاد عن بعض ضرنبول الكبير عرفتوه يا الله سترك هذا توة توة جديد طبعات جديدة هذه نشوف دايس على طبعات السيارة لابس لضرنبول الخف عنده كبير بسبب الله بعيد ريول عن بعض ونفس المشية يا السلام منظر الشرق سبحان الله صارت الشمس بتطلع الدنيا متروسة غيم تصير مناظر سبحانك يا رب خيالية وأنا قاعدة تمشي ربع قاعدة تقول اذكر الصباح فيه سبحان الله فيه دعاء بأذكار الصباح والمساء يمكن الواحد ما يركز عليه الدعاء سبحان الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تأكلني إلى نفسي طرفة عين دعائك صير حيالك صير لكن سبحان الله بالمعنى مو عظيم إلا أكبر من العظيم يعني الواحد سبحان الله شي يقول أصلح لي شأني كله يعني دبر أمري وأصلح شأني بحياتي أصلح حياتي كلها ولا تأكلني إلى نفسي طرفة عين يعني لا تخليني أتكل على نفسي نهائيا كله أبيك أنت سبحانك يا رب أبيك أنت لتدبر حياتي وتديرها وتصلحني وتسعدني وتونسني الله سبحانه وتعالى لأن أهوى سبحانه عز وجل أهوى اللي يدبر الأمور هذي كلها مو إحنا إحنا لو شنو نوصل والله العظيم ما نسوى شا أقول حتى لو تبي الدليل الواحد لي مرض لا حاشا مرض مثلا شنو يصير فيه لو تحوشك بس سخونة حرارة بالجسم تلقى جسمك متكسر وطايح بالفراش ما تقلت تتحرك وتعبان وبنادول وما دلي شنو الله سبحانه وتعالى هو اللي بيشفيك بدقيقة يا سبحانك يا الله فتفكروا بالدعاء هذا لا إله إلا أنت سبحانه كأني كنت من الظالمين حسن الله حفظنا وياكم خلاص أور لكم بالطيارة وأوريكم الأجواء إن شاء الله تبارك الرحمن وطعوس وشروق حلو تبارك الرحمن وغيم ونعمة من الله اللهم عليك الحمد خير وبركة هذه كلها نعمة من الله اللهم عليك الحمد حلو كان قاعدتنا وإن شاء الله تبارك الرحمن فرعوب يقول كنا عمي بوه ويا عمتي عنز ودين أبعاد الله لا لا طلبنا كارك وحمود إي مات علي شيك ودرابيل بعد وضحفين رابع على السراء في شكل لك الله خير في شكل مجاهد عمي هذي أمير 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 حد صبعك حياتي الله 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 بس أخيشي الربع فناتق 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 يا محمد كلا هذا من الباشن فروت يمكن غذرر غذرر العبد شنو هذا حلوجة حركاء لا لا باشن فروت هذه هي الفاكهة الجميلة طعمها يقول حامض بس تفضل ماجد بالعافية نص نص لا بالعافية أخي بالعافية بالعافية حبيبي شيعة مفيدة ما أأكل أنا خسر شكرا عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله الحمد الله على السلامة حبيبي يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا شاني شرامة السفاق شوية شوية عيدي حبيبي، شوية 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 هذا بعد راد من الحداق عمان ماجد العجمي، سين الفيل شاوي بوغازي فيصل الصيثر هلا، ندع الشلابه سلامك من الجفر، شوك، وزوي كم الحال شكرا، 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 شكرا أول أيام، أول يوم يتوفر صاقنا، خلص شوية كل ما تجر الماية، كل ما تخفل اسمك سبحان الله، عكسنا عكس الكويت على وقت الثبر نعم، صح الثبر سبحان الله هنا قصيدتي فيه الشعر، الشعر هذا خاص تقول فيها، كلامك مو ملطنة أقول على وقت الثبر يلفي يجيك اثنين ويا اثنين لو صرت مضبط الميدار، وصرت مضبط الشكة أنا بحب البحر غاوي مظالب هالغرام سنيني من يوم مني صغير السنين، عارب لعبة الزكة أحب ريح الزفر عندي، شنه ريحة الياسمين وإذا دوق هوا الساحل، كل موضوع أنا سكة أحب البلد والميدار والمقراضة والستجين وأحب أصلاق تل الميد بالستجين، من الحكة هذا الشعر بالمنقف، نصيد بالسبعة وسبعين وحنا معنا واحد فلسطيني، والفلسطيني هذي يجيب عصايا يصيد فيها، وحنا لا ماذا نسوي على السيفة اللي جدام الفيحيل؟ أمية ثمانين، كل واحد يطلق، سبعين وهو شي يسوي، يجي يدفنهم بالرمر عشان ما شعر عشرة، ودايتان، لا ما يخيصوا ولد عمي شي يسوي، والله يا راقان يركض راق الحمر واحد يجيب عارفنا رغم الصيد عاش مسليمان، بكل عافية شو الريوق حبيبي؟ معلاق؟ تعجبني، تعجبني، معلاق؟ شون يعني معلاق أخوي؟ شبدة وقلوب، حمشة، 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 حمسة شبدة وقلوب وتلاوي، يا السلام، يا السلام عاش بله أبو حمني؟ عاش عليك؟ عاش شو القطاع السنعة؟ قطاع السنعة ها؟ أهلا أهلا؟ نعم، سنعة؟ نعم، طرني ها بطامي؟ أرا، ما سهل؟ نعم، عافية أنا فقط الطالة بس بس الطالة؟ هذا دعنا أنني قلت لي، وإن نحن خيشة تلبس، فقط أطالت ههلا؟ نعم، حمشا مني رحمن شعرتنا كلنا نصلي داخلها تبارك رحمن احنا نكون 11 ريال نوصل نصلي داخلها نتغيق نتعشي داخلها وشبت النار وناستنا تبارك الرحمن والشباب كل واحد وخيمته وينام فيها واللي ما عنده خيمة ينام بالخيمة الكبيرة يعني تبارك الرحمن امورنا كلها طيبة وكشتها خمس نجوم اللهم لك الحمد يا السلام يا السلام شنو قاعد تسوي زين هنا ممكن اشوف او قاعد ذوب لشحمة سنطلع دهن او او احمد يا او احمد يا اموري طويرات خمس شحن ما اكو شي ميتين طيف. احترق 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 احترق. الله يالريح هالله 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 لس بصل شذيه? شو ما الريح? ويت كذب رحين فوقه شادي مشي يصير? لا لا لا. جاهز يلا. خلاص جاهز? يلا خلال روح احمس لطيور. الحمد لله السلام ابو احمد. الله يسلامك. يا ايمن عمان عشان تغسل الماعين. شو تسوي? ايه. الله تيك العافية. محطين قزير محطين شي. بعد شو تسوي? شاو ما يعرفون يغسلون? لا لا عبين لعب الماعين. ايه ما يعرفون ما يعرفون. يقول لها باتل ان شاء الله. ماشا الله. ماشا الله. طيور صغار. طيور صيب طبعا هذيه. لكن من بره الكويت. ان شاء الله اخفل شحم. بك العافية ابو احمد. يا ورهم الله بصل بصل حبي بصل بصل حيل بصل. كثر لبعد. بصل الفلفل وفزبر. بس انتهم ابو ع شوية بهارات. وبالعافية. شلو فستي هذي? مو فستي خطيور صغارة. ادل ادل. ادل. روح حط حسين روح. بس ما بعد بعد زيد. بفع عليك. حط لك فلفل الحين. بفع عليك. فلفل حار. عبرين. خلق خلق انت روح جلق. انت قس قسها لقسها. ابي بعد زود. عطوه عطوه. حطوله. 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 بفتح مابسي فهي. شعر الله تبارك. خلق ابو احمد. هذه شعره المكور هذو. عجبي فهي. حليس سلام. حبيب قوموا يا ري حبيب قوموا سليمان هلا قضا سلام عليك سلام عليك بسم الله قلت واعجل لا تغدى قلت بي ممتاز كرس يلا ممتاز شوية تلقي بالله وشوية كلكم كلا شحمة طيب. بس والله ما خليتي باري بطلع ديهنا زيادة شحمة طيب فل شحمة متروس. بس خالصين. طاح الريوك. سريع سريع. لا ما اجد يلا يا الربع يلا. وين حمستك حمود. داوود. داوود. الو. الو. اقول لك ريوك ريوك. بسرعة. طاح الريوك. يلا يلا. قسي البر قسي البر. يلا بغازي. يلا. شاي ايه شاي اطلعني اكيد. تسلم 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 يدك. قواهم الله قواهم الله. العافية الرابع بالعافية. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم بارك. هذا زجران. وصيت ما اجد ايه فيه. علشان صراحة ودي اشوفه بالبر وما يقدر ايه فيه. لانه احتاج الوانيت الكبير طبعا انه هو الاساسي. وهذا زجران وانيتي الثاني. عسى الله يبارك لي فيه يا رب. وهذه كشتتنا الحلوة. كشتة خمس انجوم. تبارك الرحمن. هذا الربع عند ابو غازي عنده بنشر. لازم او ضروري بالاصح. بالبر او بالسفرات او بكل سيارة عندك. بيكون عندك شغلات حق البنشر وهالسوارة. بس بير طبا الاتيار. كن بريسر هوا. اي نوع كيفة. الممكن داخل السيارة عندك. زائد عدة البنشر اللي هي هذي. مثل من روح البنشرتي عرفتوها. هذي لا قدر الله مسمار او شي. فرأ انت بنفسك دقيقة تسوي. كلابتين تطلع المسمار. وهذه توسع الفتحة او تضبط الفتحة مالة المسمار. وهذا سلامكم الله اللي يدخل الولف. او اللي يدخل الرقعة. هذي يسمونها رقعة تيوب لسعو شي. وبس تدفى خطايا مرة ثانية امور طيبة. بدا لا تقعد تبدل البنشر ولا كذا. ولا تتوهج بالسفر ولا بالبر. تكون امورة طيبة. هوا التوائر دامنا نخليه خمسة ثلاثين في اسعو. اه اول ما يسير عندنا هذي لا بنتر ولا شي ولا تشوف التاير فاش. على طول اتفخ التاير. خليه ينتفع خمسة ثلاثين. اربعين مثلا. بعدين ندور المسمار او مكان البنتر وين? بعدين سلامكم الله نفس الطريقة اللي الحمد وركم ياه. ارجع شوية كافو لقينا. ارجع شوية. بعد علشان نرتاح و احنا نبدل. و احنا نبقعه. بس بس كافي. يالله الحين يسوي العملية الجراحية. ياه. هذا برغي برغي. برغي كافو كافو. وصل وصل بغازي وين بغازي. ما عاجد ما عاجد تذكر ايام الخوالي ولا ما تذكر شو? ايه والله تذكر. هذه الربع الفتيلة او الرقعة. ايه. بس تتواسيها بالنص علشان اللي دشت بالمكان الفتحة المسمار تكون مضبورة. شنو الفكرة الحين? الفكرة انك تتواسي الفتحة هذي. عشان الرقعة على دشتة تقعد متاحة. انتهى الموضوع. شوف حسن? ما قصيتها كامل لحد التاير خليتها شوية بس. انتهى الموضوع. حين نتفخ التاير وخلص. بغازي. بحسابك نص دينار بس عشان انتهى بالبار دينار ونص. خلص نشوف النحالين اش قاعد يساوون. ماذا تفعلونا ايها النحالون? نطبخ الشمع. شو انت تطبخ الشمع? يطبخها. يذوب. نزين? بان تصفي. بان يصير شمع. قالب شمع والطبيعي. نستخدمه حق وائد شغلات. منها فايدة علاجية. نزين? ثاني شغلة حق النحل نفسه. نزين? اه تتوى فيها شموع. شموع 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 شمعة شاندل. صجعة. سبحان الله. والريحة. الريحة لابد ان تتضع مع الطبيعة. نعم نعم نجرب. الان هذا الشمع. هذا الشمع طبيعي. ما هو النحل? لماذا هو النحل? النحل الشنوه طبعا هو يكون بداية يكون شمع. شنوه. تقريبا شنوه. مزين? بعدين يعبي النحل شنوه عسل بيض. ايه. اللي هي الحظنة. فسبحان الله يستخدمون نفس الحماية حق البيض نفسه. من العكبور من وايت شغلات. فيصير لونه جديد. كلما باضلت الملكة زيادة كلما صار لونه. سبحان الله. وما يوكلة? هذا لا ما تقدرته بس هذا عادي. وهذا اساسا كله كله من الشي سمع. من النحل نفسه هو اللي يسويه مو يعني مو انت اللي تسويه. بس انت اللهم تحط له اساس. ايه ايه. اللي انا قاعد تسويه الحين شنو. بقى اطلع اسوي شم. بعدين احط اساس حق الشي سمونا. ايه. طالع شنصاف. نابس. الله. يا سبحان الله النحل كل شي بكل شي تسفيد منه ها. حتى هذا اللي بي انقض تسفيد منه. بسم الله. صفي على جان بتاخد بس السائل ها. ايه. وهذا خلاص ما تبي ينقض. هذا ما من نحوه. الله اخوانك وحش بحواني. بالبر اه. احسن شي بالبر. بالبيت راح. ريحة خيز. ريحة خيز. نحلة نحلة يا سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اللون اللي راح يقض. هذا اللي جار مدارة هذا اللون نهائي ها. ايه. سبحان الله. اشوف. سبحان الله صد شم. شم شم. شم شم. بعدين تشب عادي تسوي شمعة وفتيلة وتشبها. سبحان الله. ماذا تفعل؟ يغسلوا العيشة. ايه. انه العيش وينغسلوا. على اك نحص. اه لا اعطيك العافية. سفاكو الله بالخير يا رابع. ايه. الانه smoke.ogue. ايه. انه محال الفق. لا الصحة تنوم يا باي. صح بدني. عسر تحت. الحمد الله. السموحة قطعت سالفاتكم. لا. ايه. اه. اخ دراحتك عادي. عادي. شم هناك بغازي. ماذا يفعل؟ عايش بغازي. اش تهامك. يا عافية. الله يعافيك. بغازي أنا أعدل انك انت تموت على مصة شمات. بس هالحين انت شو انت تسوي؟ رماية هداف بعيدة. كم متر بغازي? ميتين. ما شاء الله تبارك الرحمن. وتصفر على الهدف ولا فوق ولا شنو? لا لا تسير نوع رماية تاخذ انت مسافتك. بالجهاز. ايه. جهاز. وضبط لكلكات على المسافة هذي. ما شاء الله تبارك الرحمن. اراضيك العافية. وقاعد اشوف دايرك تعمل خليها اللي سلندر ها? ايه. شاء السبب? سبب انه مو في التانكي. التانكي نفسه. خلاص ما عدي. ايه. الميلي قطي كامل بس بدون ما عدي خلاص بدايرك. الله يعطيك العافية. الله يا عافية. زين هذا اللي صغير شنو? هذا كروني. شنو يعني? يقيس لي السرعة. يقيس سرعة اللي الصاتم نفسها. ايه. ايه هذي مو صاتم عادي يتسلق. ما شاء الله. ايه. حت ترفع انت بالسرعة تنزلين تصيد انت الدقة اللي تبيها. ما شاء الله طبعا ترمي اه صاتم عادي. ترمي صاتم عادي. ايه. امتاز. بس الله يبارك لك. عياراتي انا خلاص. ما ما رح العد فيها. بس خلاص. كل سلق. حتى بنوزن وزن خلاص. يفضل انه اثبت على الوزن معين. الله عديك العافية. الله يا عزيزي. قواك الله. خبرة مصات مات ما شاء الله. ايه. تم ممكن عشر سنين. الله بارك لك. قواهم الله. ايه. ايه. ما شلون شي سألت عن الزجنة. شي ضغ تلقي. الساعة ونص يسول فه? لا ما شاء الله بحر. ما شاء الله تبارك رحمن. ايه ما شاء الله سنين تبارك رحمن وحب بالموضوع. اه? بحر معلومات. ايه عسى الله يحفظه يا الله. عايش روبن هود. ايه? ما شاء الله. يبوله 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 ما يبوله ما يستاهل. ولدنا يستاهل. ماذا تفعل يا داود? داود شون الطبخة? اني اعملوا بالاطفاء. حدا اعملوا فيك. الله. الله. ابي ابي. ما الذي تريدو يا ولاد. اريدو ان اعمل ان اعملت اسمع اسمع اسمع. اسمعه؟ بدون تمكن ان مجد اوبار سكينها خاولك تم ترتدي.%, فنجد واحد يستطيع اعط Milan تحثيocks برياني بر. برياني بر. برياني بر عاد كيف كه. بدون معجون بدون روض. يعرمح دون بر معاكس كبسة صفرة يا سمون裹. عاش بحمود الوردة ملك الطبعات ملون مغرز ملون مغرز ما يحتاج بعد والد لا مغرز والد لا مغرز والد لا مغرز موزوا اطلع كبوانا يدير انا رنة رنة دعمة دعمة والد اخذ حرزك عادي علي فغلات وناسة وتغيير جو وسيارات ومطعوس يواكم الله يواكم الله والد المغرز معاي والد المغرز يعطيك العافية ممكن نسوي معك لقاء خفيف ممكن نتعلمنا شون نغرز الله عالمك ايه معاي اتصال انا معاي اتصال ايه معاي اتصال هاتفين من اوروبا نعم 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 تعلمهم عندك لغة نعم ونعم سلم سلم علي ونعم والله اخي حامد اخي حامد شنو تعليقك يوم زجران ما صعد هني وهذا جايبك اللي ماني قايل اسمه اسمه شنو شغموم شغموم هذا شغموم صعد وانايته ما صعد شنو معناته ما كشعر سايك يعني السيارة طرخ العبيق اه توق حولت الكلام هذا توق حولت الكلام هذا ما شاء الله شوف تبارك الرحمن وانايت داود وانايت شفر اتش دي وانايت الوالب جيمس اتش دي وانايت الحبيل شفر وانايت هذا اتش دي هذا ما ادري شنو هالسيارة جيمس صغير هذا هم مادريلاند بعد ذاتون الاندات وهذا تاه هو شفر وانايت شفر وانايت جيمس كشته امريكي اخوش حقي عيني متوب سياراتكم الاجدي صافتوا بي ليش ما يتوب وانايتك لو هذا الازرق الاجدي محقيني شوف شوف اليوم اخر يوم بالكيشته بدنا الله عز وجل نحن نقعد شوي شوي نشي الاغراضنا قبل الليل ما باقي شي على الليل عبدا قبل الليل وان شاء الله يا رب نتعشى بدنا الله عز وجل ونقعد عاد ليم الليل بدنا نمشي ان شاء الله هل تسوي حمادة؟ تفق تواير جسمي فاتحين بنشرجح نحن قبل الله 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 درماية عادة ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله لا خلاص اتنقى فايزي ها اخوة وليد ها لا انت فق توايرك انت خلاص دوت لحظة دوت ها نشوف هذا في خير موترك يلا يبا يبا يلا على الأقل انا قاعد اجرب هذا الحمر انا قاعد اجرب الحمر ها قاعد اجرب الحمر يقول عشان الله اغرس جواهم الله هلو بالحبيب يعطيك العافية نطويت جانس ايه عطى جانس السرعة ما عليكم ما شاء الله لحظة 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 ان شاء الله تبارك باجلة نفرية شنو هذي نحن تطبخها قماش سمع نفسة برية نفرية بريانية حلو عفاس عادة فاس سمع من الحين موسيقى تعجبني وليدان موسيقى 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 بسم الله موسيقى الريحة 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 موسيقى 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 تقمير Scriptures نثق ب reinsاك في مطر على كذا منطقة بالكويت بنتوكل على الله قبل يطيق علينا مطر ونتبهذل ونتبهذل بالشيلة الاغراض وتنقي اغراضنا وبعدين تخمر إذا صفتناها فنتوكل على الله اي عندك اياه عندك اياه نحن سأجد لا يسرع نحن سأجد اعطيني العافية وانا نشجردي لا يصورني لانتقل المعين جيس عميب فهد جيس بغازي جيبري يا شباب اني تشتغل بعمل لله ألاعطيكم العافية الله يعطيكم الصحة والعافية يواك الله يا باي الله يعطيك العافية حبيبي الله يبارك فيك يواك الله أبو غازي الله يقوي الله يعطيك العافية مسليمان الوردة الله يعطيك العافية حبيبي مبارك الله يعطيك العافية مبارك مبارك الله خير ما أدري في أحد نسيته ولا لا ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم أبارك ما شاء الله تبارك الرحمن عزي يذيبان الله يبارك والله عزي يا ربعي والله مو يذيبان ربع يا ربع يا ربع الله تعطيكم العافية قواكم الله قواكم الله كلها هشلناها بوريكم وينها هذه زبالتنا كاهي تبارك الرحمن نحن كشتهتنا هذه كانت تقريبا ثلاثة أيام وصلنا تقريبا بالكشته هذه احنا تقريبا وصلنا 15 ريال الله مبارك كل يروح ويرجع يعني يمكن الإجمال يمالنا أسأل الله يحفظنا يا رب 15 ريال فهذه عزي كمالة زبالت ثلاثة أيام تخيل زبالة هذه تكون منتثرة بالبر فدرونوا ما يصير والله يصير دمار شامل للبيع انتهت البيع أصلا شحق بها فترى والله العظيم من على قولتهم اللي تكون أخلاقها راقية وهو اللي يمع زبالت عزي كمالة بأي مكان يروح له ويقطها بالنهاية بالحاوية ما يقطها بالبر أو حتى البحر أو أي مكان يروح يستانس بي فعزي كمالة زبالتكم شيروها يقطوها بأقرب حاوية وعساكم على القوة خلوا الناس تدعي لكم ما تعدع عليكم اللهم لك الحمد هذه كشتتنا خلصت على خير قعدنا ثلاثة أيام استانسنا للشباب الله أعطيهم العافية ما قصروا اللهم لك الحمد صراحة بأن الكشتة هذه يمكن أكثر شيء يعني يهمني الحمد لله يا رب خليت أبوي استانس يعني رسمت الفرحة على بلتهم على الوالد عسا الله يحفظ يا رب والشباب تبارك الرحمن والله العظيم منهم كلهم يعني على بلتهم شفت لما يقول لك الواحد ينحط على الجرح يبرك هذا حالات الواحد يكون بينه بين ربع تعاون لأن ما تعاونت أنا قيلها كذا مرة إذا ما تعاونت يا ربعك صدقني ما راح تكمل بكشتاتك ولا تستانس الله أعطيكم العافية نشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات ثانية ولا تنسون دعم القناة لايك سبسكرايب مثل ما تعودنا منكم وإن شاء الله نشوفكم في فيديو ثاني الله يعلم سلام عليكم